موسيقى 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 مساء الخيل على حضراتكم أهلا بيكم في حلقة جديدة من المصرفاتي نارضة عندنا مجموعة من الأخبار السياسية والاجتماعية حتى حالة التقصي اللي وادئت تشغلنا دلوقتي هنصيف ولا هنشتي كل ده يبقى موجود معنا نارضة بس خلونا أداء معاكم بخبر مهم جدا النهاردة سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر هو طبعا بيقوم بزيارة لمصر قبل انطلاق فعاليات القمة العربية الطريقة اللي هتعقد بكرة في مدينة الرياض بالسعودية المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية صرح اليوم وقال ان الرئيس عقد جلسة مباحثات مع أخيه الشيخ تميم بن حمد شهدت الإشادة بالتطور المستمر في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين واتفق الزعيمان على مواصل التفعيل مختلف أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق على كل المستويات بين البلدين لتفاصيل أكتر عن الزيارة أهدفها هنخرج للتقرير ده ونرجع معكم بعد الفصل استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الذي يقوم بزيارة لمصر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس عقد جلسة مباحثات مع أخيه الشيخ تميم بن حمد واتفق الزعيمان على مواصلة تفعيل مختلف أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات بين البلدين وأضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس عقد جلسة مباحثات شهدت الإشادة بالتطور المستمر في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفي ذلك السياق بحثت زعيمان أصعيد العسكرية الإسرائيلي في قطاع غزة وما يرتبط به من تحديات أقليمية تدفع بالمنطقة في اتجاهات خطيرة وغير محسوبة كما تم تأكيد رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة ورفض محاولات التهجير القصري واختتم المتحدث باسم رئاسة الجمهورية تصريحاته بالإشادة إلى أن الجانبين أكدان استمرار التشاور من أجل وقف التصعيد الراهن للحد من معاناة المدنيين وحقنا لدماء الشعب الفلسطيني الشقيق وصولا إلى إقامة دولته المستقلة وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية وتحقيق السلام العادل في المنطقة وفي نهاية الزيارة حرس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على توديع سمه الشيخ اتميم ابن حمد آل ثاني أمير دولة قطر من مطار القاهرة ده كان تأرير عن زيارة أمير قطر إلى مصر طيب معنا دولة الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور بشير مساء الخير عليك أولا مساء الخير على حضرتك وعلى سادة المشاهدين الكرام دكتور بشير قولي شايف زيارة أمير قطر لمصر النهاردة يعني إيه الهدف منها خصوصا أننا طبعا في ظل وضع متأزم في المنطقة طبعا الزيارة تأتي في سياق المتاعي المصرية القطرية أولا لتوثيق عورة تفاهم والحوار المستمر والمتبادل بين الدولتين في مختلف القضايا علاوة على أن التوقيت الحالي يكسبها أهمية خاصة حيث يعني يشتد أو تشتد وطأة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ويعني تتعطل الجؤود الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار في ظل الإنحياز الأمريكي الأعمى للحكومة الإسرائيلية المتطرفة الحالية وبالتالي هناك تحركات مصرية قطرية من أجل التوصل إلى هدنة ولو مؤقتة من أجل تبادل جزء للأسرة أملا في أن تؤسس هذه الهدنة المؤقتة إلى وقف لإطلاق النار يعقبه بعد ذلك تبادل أو إدخال للمواد الإغاثية والإنسانية بحرية إلى القطاع ثم التمهيد للعودة مجددا إلى مائدة المفاوضات أملا في الوصول إلى الدولة الفلسطينية باعتقادي أن المباحثات ما بين أمير قطر والرئيس السيسي تمهد لصفقة معينة أو لتفاهم معين مع الجانب الإسرائيلي يعرض على القمة العربية غدا من أجل الحصول على الدعم العربي له والتوافق العربي حوله ثم تقديمه للجانب الإسرائيلي والأمريكي أملا في إيجاد مخرج للأزمة الحالية أو إثابة بعض الجليد في الأزمة الحالية التي دخلت أسبوعها بينما لا توجد أي مبادرات حقيقية لوقفها دكتور بشير خلينا أتكلم معاك عن مواقف مصر طبعا كتير في قطاع غزة لكن إيه أهم النقاط اللي ممكن تتوقف عندها في هذه المواقف المصرية تجاه قطاع غزة طبعا مصر دائما تقف إلى جانب قطاع غزة في يوم من الأيام كان قطاع غزة تابعا للإدارة المصرية ومصر تتحمل مسؤولية القطاع أمنيا وإنسانيا منذ زمن طويل وحتى بعد الانتحاب الإسرائيلي منه في عام 2005 لم تتوقف صورة مصر بالقطاع من حيث تخديم الدعم الإنساني والإغافي وتنسيق الأمني ثم مع خمس حروب أو خمس عدوانات إسرائيلية على القطاع كانت مصر دائما أول من يتحرك من أجل وقف الإطلاق النار وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار ودعوة الأطراف المختلفة إلى مائدة المفاوضات وكان الدور المصري هو عنصر الفصل وكان أداة الحكم في هذا المدمار اليوم في الحرب الخامسة الإسرائيلية على قطاع غزة يتجلد دور المصري بشقائه السياسي والإنساني سياسيا مصر تحشد إقليميا ودوليا من أجل وقف إطلاق النار إنسانيا المساعدات المصرية واستقبال مصر المساعدات الإقليمية والدولية عبر مطار العريش ليتم تمريرها إلى القطاع عبر بعض الرفح تمضي على قدم وساق لو لا العقبات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الناحية الفلسطينية من القطاع أيضا مصر أكثر الدول يعني اهتماما بما يدور في غزة وأكثرها حرصا على التوصل إلى وقف إطلاق النار بدليل أنها قدمت عروضا للوساطة علاوة على أنها اقترحت مبادلة جزئية للأسرى ما بين إسرائيل وحركة حماس في محاولة للتهديع ونزع ستيل التوتر لكن التعنت الإسرائيلي هو الذي حانى حالة دون تحقيق اختراق في هذا المدمار واليوم أعتقد أن هذه المباحثات القطرية الحمساوية المصرية سوف تساعد على بلورة رؤية تتقبلها الولايات المتحدة وتحاول إقناع إسرائيل بها أملا في إحداث اختراق للمرة الأولى منذ أكثر من 33 يوما من اندلاع العبوان الإسرائيلي علىها طيب دكتور بشير ما عليك خليها توقف معكد عند ما قاله بايدن أمس بعد موجود فرصة يعني الوقف في اطلاق النار ده الكلام ده منطقي ولا واش منطقي ولا اي المشكلة أن بايدن عاجز عن فرض أي إرادة أو موقف على متن ياهو متن ياهو ضعيف سياسيا في الداخل لذلك هو ينتقم ويفأر لما جرى يوم التابع من أكتوبر ويعتبر أن الدماء الإسرائيلية هي القربان الذي يمكن أن يقدمه للشعب الإسرائيلي ليصفح عنه سقطاته السياسية والأخلاقية والقانونية في المقابل بايدن هو الآخر رجل طاعن في السن وليس لديه قدرة على بلورة رؤية استراتيجية للصعاتي مع ما يدور في غزة هو فقط يرتكن يرتكن على الدعم الأعمى لإسرائيل وتبني السردية الإسرائيلية بشكل لا يتناسب مع مكانة الولايات المتحدة خقوة عظمة الإدارات الأمريكية السابقة كانت تكبح جماح الصلف والتطرف الإسرائيلي أو كما كان يقول الرئيس السادات إسرائيل تحتاج لمن يحميها من نفسها أولا الإدارات الأمريكية السابقة كانت تفعل ذلك لكن إدارة أوباما إدارة ضعيفة للغاية إدارة بايدن عفوا إدارة ضعيفة للغاية وهو عاجز عن أن يحمل الإدارة الإسرائيلية الحالية على تنفيذ أي قرار أو الالتزام بأية قواعد يمكن أن تساعد على تهديئة الأوضاع بدليل أنه يتبنى رواية نتنياهو في كل شيء سواء مبررات الأدوان أو رفض وقف إطلاق النار لأن المجتمع الدولي قاطبة أن يطالب بضرورة وقف إطلاق النار إلا أنه عاجز عن أن يقنع نتنياهو أو أن يجبره على ذلك طيب أنا عندي أيضا خبر عن انطلاق القمة العربية في الرياض وحضرك طبعا متابع الأحداث ويعني هناك شبه إجماع على البيان الختامي من خلال وزارة الخارجية العرب أهم ملفات اللي هتبحثها القمة العربية غدا وهل من المتوقع وجود مشاركة عربية فعالة في القمة غدا طبعا هناك ملف محوري حينما نتحدث عن قمة طارئة غالبا يكون محور الأحداث ملف وحيد القمة العادية هي التي تناقش قضايا عديدة وملفات عديدة لكن حينما تكون هناك قمة طارئة غالبا ما يكون الهدف أو المقصد قضية بعينها هذه المرة هي قضية العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ظني أن هناك مساحة عريضة من التوافق بين الدول العربية هذه المرة على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار وأتصور أن الدول العربية بعض الدول العربية اتخذت مواقف مهمة بترضي سفراء إسرائيل وستحب سفرائها من هناك دول أخرى جمدت استخدام إسرائيل لمجالها الجوي دول علمت وقف إجراءات ومساعد قضية مع إسرائيل لكن نحتاج إلى أن يكون هذا التحرك في إطار عربي موحد وليس بمواجرات سربية من بعض الدول العربية لذلك نتعشم أن تخرج هذه القمة بحكمة من القرارات الحاسمة والصارمة لدى إسرائيل على الصعبين الدبلوماسي والاختصادي صحيح أتصور أن يكون هناك مشاركة عربية لا شفا لأن الأمر لا يحتمل أي بقاعه سألاوة على أن ارتدادات الأزمة الحالية في غزة على الدول العربية وعلى العالم كله ارتدادات خصيرة للغاية اقتصاديا وجيوسيا بشكلك دكتور بشير عبد الفتاح شكرا جزيلا نتمنى نتمنى لقمة الرياض أنها تكون قمة قوية يخرج منها توصيات جادة على الأقل تسهم بشكل كبير جدا مش كبير لا بشكل كبير جدا في إيقاف المهزلة التي تدور على الأرض في خطاع غزة خلينا نروح للخبر تاني النهاردة في مصدر طبي في شمال سينة صرح وقال إيه إن فيه 54 محتجز محتجز من المصابين الفلسطينيين في مستشفى العريش العام وكمان المصدر طبي أشار إلى إجراء 52 عملية جراحية متنوعة للمصابين داخل المستشفى بينها عمليات إيه نوعية بينها عمليات إيه تبقى نوعية يعني صعبة شوية وقال إن غالبية المصابين بغرف العناية المركزة والقسم مميز بالمستشفى تحت رعاية طبية الكاملة وتم تحويل 9 حالات لمستشفيات الرمض في بورسعيد والمعهد ناصر بالقاهرة بينما تماثلت للشفاء 9 حالات وقال أيضا ويوجد في المستشفى حوالي كام 28 طبيب من 4 جامعات المنصورة والجامعة الأزهر والقاهرة والزئزي بالإضافة للمعهد الطبية التعليمية خلي بالكم مصر استقبلت أكتر من 100 مصاب وإصابات الحروب يا جماعة إصابات شديدة للغاية تبتكلم على واحد يعني مضروب دانة مدفع مضروب بصاروخ واقع من طيارة بخذيفة موجهة تبتكلمش على واحد واقع من بلكونة لا الوضع مختلف عشان كده قالوا إن فيه تسع حالات تمن قالوهم لإنهما كانوا عمليات إيه نوعية يعني محتاجة تدخل جراحي بشكل مختلف ربنا يكون فعون أهالي اخطاع غزة أنا مهما تعاطف ومهما تكلم غير اللي عايش أنا بيتي موقعش فقراسي بسبب صاروخ جايلي من طيار صح ولا إيه لا هم عايشين أنا بس أنا أعتقد أن دي حقيقيا هي ملحمة حقيقية في الدفاع عن مين الأرض الوطنية أنا مش هنسى في حياتي جفارة لما كان راح الأمم المتحدة يلقي اخطابه أم قايمه الورق بتاعه حطه قدامه كده وهيقول للرجل قال إيه الوطن أو الموت السلام عليكم أصغر وأقصر خطاب في الأمم المتحدة على مدار حياته هم الكلمتين دول الوطن أو الموت طيب خليها ما نروح لخبر محلي مهم جدا كل بيت كل ست بيت دلوقتي بتسمعني مهتمية بيه جدا وبتتكلم فيه اللي هو إيه أسعار الدواجل سعر كيلو الدواجل النهاردة ارتفع في الأسواء لليوم التاني على التوالي وده وفق إيه بيانات بوابط الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء مشان اللي بقول وصل متوسط سعر كيلو الدواجل النهاردة في الأسواء لـ 97 جنيه يعني دات حوالي جنيه كده عن إمبارة إيه بقى أسباب الارتفاع في الفترة دي نعرفها من الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة إسار والداجنة باتحاد الغرف التجارية أهلا بيك دكتور أحمد أهلا بحضرتك أهلا بيك وأنا بالسادة المشاهدين دكتور عبدالعزيز كلمني بقى يعني ليه زادت الأسعار يا دكتور بالشكل ده رغم أن فيه مبادرة من مجلس الوزراء لخفض الأسعار هي المبادرة استمرت مع بعض الشركات مدة يعني بعض الشركات تحركت فيها والتزبت بالمبادرة والبعض الآخر في ظل ارتفاع بستلزمات الإنتاج وبالأخص الصوية اللي وصل 33 ثم انخفض النهاردة إلى 29 لكن القضية لما أنا أقول ده انخفض 29 لكن هو كان بـ 23 ونص فبرتك مرتفع يعني عشان بعض الناس يقول لك مع مال ينخفض فده ده القضية الأساسية تمام لكن احنا بنقول بصفة عامة أنا أتمنى أن يستخر وضع الدواجد في ظل أن أنا داخل على مرحلة يمكن صعبة شوية بالنسبة لي ايه المرحلة الصعبة؟ أنا النهاردة على فصل الشتاء فصل الشتاء في أمراض وباقيها أنا فيه تدفاء بتزيد عليها أنا فصل الصيف الحرارة مرتفع أنا عايز أهوي لكن تشتاء فيه برد قارس لابد أن أداب في المزاج لكن احنا عايزين نقول برضا أن في ظل الأزمات المتواجدة فيه بزرات أمل بتم التحرك الإجابي من خبل وزارة الزراعة فيه تحركات إيجابية في بعض الشركات بتساهم في هذا الأمر وبدأ فيه قوافل ستسيل من خلال عربيات مصيارة وبالأخص البيض لأن البيض النهاردة هم جدا للناس وللأحفال لا لا وهو بديل حيوي وهو بديل منجز لكل أسرة كمان فده حقيقي بدأ إن شاء الله من غدا هيبقى فيه سيارات تتحرك هتبيع البيض بمية وخمستاشر جنيه للمستالك رغم أنه هو البيض في المزرعة بمية تلاتة وعشرين جنيه اللبيض واللحمة بحوالي مية خمسة وعشرين مية سبعة وعشرين لو أنت خدت حضرتك هيوصل مية وربيعين مية خمسة وعشرين فالنهاردة لما وصلوا للمواضن بمية وخمستاشر من خلال متنقلة متنقلة على غرار الخاصة بين القوات المسلحة وعلى غرار المتواجدة من الشرطة وده هيبقى شيء جيد جدا الكلام ده كان خبر بارح بيات أداول وحنا بنتكلم فيه أهم شيء للسيمري أنا مش عايز يوم ثم أقف لأ أعز استنقلية عشان يجب طيب دكتور عبدالعزيز فيه سؤال مهم الناس بتسألهن نعم احنا دلوقتي زيادة انتاجنا من الفول الصوية زيادة بشكل كبير جدا وده كان جزء كبير من التكلفة اللي كان مع الجيزة شوية صناعة العلاف ان احنا ما كانش عندنا فول صوية مظبوط؟ طيب دلوقتي احنا لما زودنا انتاجية ليه برضو السعر العلاف ما قالش؟ حضرتك الزيادة قدي يعني عشنا بسهلك قدي سنويا انا بسهلك ستة مليون طن سنويا وبسهلك الدورة تقريبا اتناشر مليون طن انا بنتك ثلاثة مليون انا بستورد ثمانين في المية لكن انا لم يقول اني زادت انا كنت بنتك قدي مية خمسة وعشرين الف بلومش قيم بقولك انا زادت يعني بنتك نصف مليون نصف مليون من خمسة وضف لا ده رقم ضئيل جدا لا يتناسب مع الانتاج بتاعي واللي انا عاوزه لكن القضية ان احنا عندنا خطأ لابد ان يتم تنتيز تلك الخطأ اللي تم التواجد مع وزارة التقطير والبحث العلمي ان احنا نزود المساحات المنزلعة وده طبعا توجهات حياتية ان احنا نزود المساحات المنزلعة من الدرة والصوية والزراعات اللي هي الخاصة بالزيوت لان احنا عندنا نقص كبير جدا في الزيوت اذا حدث الكلام ده انا بقول لها المطيط تفرق كبير جدا لكن محدش يقول لي بنيوم وليلة لا انا عندي خطأ على الاخر ما فيش حاجة بيوم وليلة يا دكتور عبدالعديز ده مستحيل يعني ما ده بقول لها حضرت ان شاء الله ان شاء الله انا املي في الله سبحانه وتعالى ان خلال ثلاث سنوات يبقى انا عندي اكتفاء ذاتي من الصوية ومن الدرة ده هيبقى شيء جيد جدا لو زودنا المساحات المنزلعة من الدرة والصوية وانا بقول لها حضرت بقى شيء طفرة كبيرة جدا بالاضافة يقلل كبير الزيوت لان انا الصوية انا بقوا منها زيت تمام زيت الصوية فانا ممكن يقلل نسبة الاسراد من الزيوت والدرة والصوية وده هيقلل العب على الميزانية العامة للدولة وهتقلل القيبة للسرادية ده بقى شيء جيد جدا باشكولك دكتور عبدالعزيز سيد شكرا جزيلا عندي خبر برضه مهم هاختم به الفقرة الاخباري اليوم اندول ولكزوا معي شوية في الخبر ده منتشر دور برد بين الاطفال وحتى الكبار ومحدش عارف ده دور برد عادي ولا فيروس مخلاوي ولا حتى كرون ماشي لكن يعني عايزين نفهم اكتر عن الموضوع والاصابة اللي طبعا بيدرب الجهاز التنفسي وانتو عارفين ان العام الماضي كان هناك ايه هالع وان وجود فيروس مخلاوي ووزارة الصحة تكلمت وقالت ان الفيروس مخلاوي متواجد من التسعينيات يا جماعة لكن الفترة الحالية بيوجد نشاط للفيروسات كلها مش للفيروس المخلاوي بس طب خلينا نفهم اكتر الفرق بقى بين دور البرد العادي وبين المخلاوي مع دكتور ماهر الجرحي نائب مدير مستشفى حميات امبابا بسيطة خير عليك يا دكتور اول بسيطة نور اللي بيحصل عندنا هدلوقتي او الفيروس المخلاوي او البرد العادي يعني احنا مبناش فاهمين الدنيا ماشي ازاي ياريت فاهمنا الموجود ده ايه طبعا المدخلة بتاعة ساعات اجزة جات في وقتها تفضل يا فان لان فعلا فيه زعر بسيط يعني ما بين الاهالي نتيجة للاصابة المتكررة لنزلات الفيروسية لنفسية بمعنى ايه احنا الآن اه بنواجه الاصابة تقريبا يوميا اه بالنزلات الفيروسية فاحنا عايزين نفرق بينها بين نزلة البرد العادية ونفرق يعني ايه هو الفيروس المخلاوي ويه المتحور ويه هي النزلة البردية طبعا اهمهم النزلة البردية بسرعة كده دي حاجة بسيطة خالص بيحصل اتفاع تدرجة الحرارة في العطفال او الكبر السن اتفاع تدرجة الحرارة ياخد المهدئات للحرارة وياخد آآ لاجل العراض ما فيش يومين تلاتة اربع بيك كتير خمس ستة ايام ويخف دي نزلة البردية العادية طيب النزلة البردية العادية دي اعرضها ايه للأسف اللي بيبقى فيه مستيك شوية في الدكاترة او ما بين الهادي ان كلها بيبقى غالبا في الاول متشابها بالمعنى اتفاع في درجة الحرارة في اعلام في الانف بتلاقي في اختقام في الحل ام الام حدة في الجسر الزور بيوجعني الام حدة في الحل وفي نفس الوقت مش قادر ابلع وفي شوية كحة موجودين بس الكحة دي لها نوعين في كحة نشفة نتيجة للتهاب الجهاز العلو التنفسي وفي كحة تانية نتيجة للتهاب السفلي التنفسي وهو لك الفرية بينهم ازاي طبعا احنا في البداية الامر لازم بس نعمل نص الاول ايه هو الفيروس المخلوي الفيروس المخلوي اللي هو التنفسي ده عبارة عن فيروس بيبتدي يشتغل بعد اربع لست ايام من الاصابة بمعنى بعد اربع ايام من الاصابة يبتدي العلامات تظهر يعني انا بقعد مصاب يا دكتور اربع ايام بس انا مش عارف برافو عليك طب ايه هي العلامات اللي موجودة في اه الاصابة بالفيروس المخلوي اول حاجة حرارة عالي ماشي وكي ثانية حاجة سيلان جامد من الانف التهاب في الحل نشفان في دي جسم مكسر بكح وبعد كده فيه اعراض اخرى بتبقى سيئة لو فيه علامات اخرى موجودة في المريض نفسه مصاب بها اصابة مزمنة طيب انا عايز افرق بقى افرق ما بين ده وده ازاي اقول لحضرتك الاصابة بالفيروس المخلوي بيقعد من سبعة لاربعتاشر يوم اصابة وعلاج مستمر يعني ايه الكلام ده يعني انا ادي علاج في الاول وده عشان كده انا بنصح من خلال المداخلة بتاع الساعات انا خليك معي فضل اللي انا عايزة يعني احط نطس في القصة بتاع الساعات او في الموضوع اللي بنتكلم فيه يا جماعة مفيش جاعة ان يمد في العلاج مع استمرار الاعراض يعني ايه الكلام ده ما جيش انا اقعد او مساعدة للعلاج ما جابش نتيجة يروح مدك عليك تاني طب اللي بيكوح اكثر يروح مدك بتضيع عليه فرصة ان هو يتعالج بسرعة تمام معنى ايه لو قعد معك المريض اكثر من اربعة لخمس ست ايام بتدي روح المستشفى او الطبيب المعالج احنا نجد عارفين الحالة الصادية كلها مش كويسة فدائما بيلجأ الاهل المريض او الاهلية نفسها بترجع للصيدالي عشان تاخد علاج وطول نشوفها يجرأ ايه ونجرب التجربة دي ساعات بتبقى فاشلة طيب انا امتى المي نفسي اه وما جربش ويودي دوام الصيدالي لما يكون عندي المريض بتاعي في العلامات اللي أولك عليها هدلوقت ايه هو اولا لو سن اكتر اقل من سنتين طفل صغير اقل من سنتين اخلي بالي منه لازم دكتور يفشف عليه اقل من ايه من سنتين سنتين او واحد كبير في السن اكبر من خمسة وستين سنة اخلي باليه منه او واحد عنده امراض مزمنة زي امراض القلب امراض الرئة المزمنة سدة قوية عنده الكبد عنده المشاكل في الدم عنده بعد اورام بعد الف شر على السامعين كلهم فبالتالي ده لا ده نخلي بالي منه وهو اديه للطبيب المختص طيب انا بقول لحضرتك امتى بقى ندي العلاج ونتجرب ونشوف الاخبار ايه له واحد ينج يعني سنه شاب كده وفي نفس الوقت انا مش عارف ده مخلاوة او غير مخلاوة معيش امكانيات مادية تشف عند الطبيب هتديه حاجات وخصتها يا خنزل الحرارة زي البرستامول لانه امين خالص واتطيله بقى امتى ادي مضاد حيوي تقدر ادي المضاد حيوي لما لقى الحرارة معلقة معايا اه وابتدى البلغم يتغير في شكله يعني لازم يبقى فيه حرارة يا دكتور صح لازم مع المخلاوي لازم يبقى فيه حرارة عالية طبعا بس مع اكبار السن ساعات ما بقاش فيه حرارة تمام خلي بالكم الحتة دي مع اكبار السن اه ساعات ما بقاش فيه حرارة تمام لكن انا عايز اقول تخلي بالك من حتة مهمة قوي لون البلغم بيفرق معنا او بساقل بيظهر اثناء الكحة اه بيفرق معنا في شكله بمعناه لو ابيض ما تخافش منه تمام لكن لو اصفر او اخضر او اي لون تاني ابتدى ادي لانه كده قلبت معايا بايه مم بكتيريا لانه بدل ما كان فيروس قلب معايا ببكتيريا صحيح لخلي بالي خلي بالي خلي بالي ان ساعات التهاون في اه اتخاذ العلاج المناسب للحالات دي صحيح قد يقدي الى الوفاة طب اقولك ازاي صحيح يبتدل اكسجين نفسه بيقل نتيجة للاصابة جامدة ويقلب بالتهاب رئوي بكتيري طبالحالة دي كل ما بتدد بقى انتبيوتكس المناسب للحالة كل ما كان انا عملته كفر كويس على المريض بتاعه ومناعته ندخل في حاجة ما تشال تنفذ يبقى لازم اهم من اننا يعني اصدي اروح للسيداري لا الاول لازم اروح للدكتور وهو طبعا دكتور اللي يحلل لي الوضع بالضبط لان انا عندي مشاكل كتيرة بشكرك دكتور ماهر الجرح شكرا جزيلا هاختم بحاجة صغيرة في قل من دقيقة اللي احنا لوهنا عليها في بداية الحلقة اللي هو الاحوال الجوية نصيف ولا نشتي خلاص الشتاء بقى على الابواب خبراء هاية الارصاد قالوا ايه بقى ان النهار ده هيسود طقس مائل للحرارة نهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحد الشمالية هيبقى حر على جنوب سيناء وشمال الصعيد كمان توقع خبراء هيئة الارصاد ايه ان يسود طقس لطيف في اول الليل مائل للبرودة في اخره على شمال البلاد لحد ما نوصل للصعيد على شمال الصعيد هيبقى شديد اه البرودة يعني ايضا بالليل وهيبقى لطيف امتى على جنوب سيناء وجنوب الصعيد كمان توقع خبراء هيئة الارصاد اه ان يكون اه او مش توقع بقى هيقول ان اليومين الجايين ممكن يكون برضو فيهم نسبة اه برودة اكتر شوي يبقى نخلي بالنا من الشبورة ونخلي بالنا من الامطار لان احنا كل سنة وحضراتكم طيبين خلاص فده انا ندخل موسم الشتاء اللي بجد اه كده احنا اه حلقتنا اه يعني الفقرتنا عفوا الاخبارية انتهت عندي بقى حلقة او فقرة نارية حقيقية هنتكلم فيها بكل وضوح وهنعرض كل الملفات مع ضيوفنا الكرام حوالين الفرانشايز الاستيراد الصناعة جوه مصر هنالبرندات دي هلنغيرها ونعمل برندات مصرية ولا لا احسن لنا ما بيقولك في اوكرانيا روسيا متدخلة بعد كده متشايلة برندات كتير او متحطة برندات مكانها طب احنا عندنا فعلا شركات قادرة على انها تنافس برندات دي ولا مش قادرين طب احنا في المياه اللي غازي بقولوا اه في شركة قادرة مع حضراتكم في الفقر الجادي كل الملفات وكل الاسئالة اللي حضراتكم عايزينها مع الاستاذ محمد رضا المحلل السياسي او دكتور محمد رضا المالي عفوا وهيبه معانا الاستاذ احمد شيحة هو رئيس طبعا شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية هنتكلم فيه في كل حاجة لكن بعد الفصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بين مؤيد ومعارض انتشرت دعوات مقطعة للبضائع والمنتجات لشركات دعمة لإسرائيل على باقع التواصل الاجتماعي لكن مع انتشارها بقت بتشكل فرصة قدام الشركات المصرية اللي ظهرت بعد مرور شهر واحد على عملية طوفان الأقصى اتغيرت بعدها خريطة التجارة والإنتاج في مصر المقاطعة رجعت مئات مكينات الشركات المصرية للدوران والإنتاج وجذب استثمارات عشرات العلامات التجارية المصرية ظهرت في السوق بعد مقاطعة الشركات الأجنبية ودي فرصة للشركات المصرية انها تعمل رابط بينها وبين المستهلك وده طبعا هيصب في مصلحة الاقتصاد المصري بتقليل الضغط على العملات الصعبة للإستيراد الوضع ده طرح أسئلة مهمة وهي المانع انها نوجد بدايل بنفس الجودة في المطاعم والكافيات مش بس المنتجات والمانع انها نصنع برندات وتتصدر لبره وتفرد نفسها طالما عندنا الخبرة والجودة وطالما المصريين هم اللي بيشغلوا البرندات العالمية دي المانع انها نعمل ده في كل القطاعات من الأكل والشرب للملابس والعربيات وحتى صناعة التكنولوجيا ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل في موضوع مهمة عايزة تكلم مع حضراتكم فيه بعد عملية طفان الأقصى المصريين عاملين حاجة من تلقاء نفسهم هم اللي قرروا يعملوا كده اطلقوا حملة لمقاطعة المنتجات والعالمات التجارية وهم كانوا شايفين ان العالمات دي بتدعم اسرائيل كويس المهم اعلنوا ان هم ايه هيقطع الحاجات دي كلها وبعد شهر واحد خريطة البيع او التجارة زي ما بنسميها او حتى ما يسمى بالانتاج في مصر اتغيرت بشكل كبير جدا كويس شوفنا مثلا مئات المنتجات او البرندات المصرية اللي اخدت فرصتها بقى وبدأت تظهر وتنتشر في كل القطعات علامات بقى تجارية كتير ظهرت في السوق من اول بقى المشروبات الغازية والمنتجات الغازية ومستحضرات العناية الشخصية الصحية وزادت ايضا بالمطالب باحياء بقى لإيه الصناعات المصرية قالت ما احنا نقدره وبرضو مش كده لأ نعمل برندات نصنع احنا برندات ونستغل الفرصة صح ولا ايه ونعمل ارتباط مع المستهلك ونوقف بقى استهلاك الدولار ونزيف الدولار وانحنا عبقى ده بقى 40 ده بقى 50 لا رجع 20 احنا ماناهم للكلام ده ونبطل بقى استيراد وحسس بقى الفرانشايز والتوكلات اللي انتوا عارفينها ده هو الكلام اللي انا بقوله ده ممكن يتحقق ولا لا ولا دي مجرد موجة مش هنقدر نكملها وبعد كده كل واحد يرجع زي ما كان ايه المانع نحاول في كل القطعات ايه المشكلة ان احنا نحرر نفسنا من ان احنا نبقى تابعين لاقتصاد معين يتحكم فينا بشكل ما عن المقاطعة والفرانشايز وصناعة الفرصة هيدور حوارنا النهاردة مع ضيوفي الاساس احمد شيحة رئيس شعب المستوردين بالغرفة التجارية اهلا بيك يا فندم المالي المتخصص في مشروعات الفرانشايز اهلا بيك اهلا بيك هبدأ معك استاذ احمد عايزة اعرف يعني ايه خلي ابدأ بالمبادرة الشعبية اولا هي خرجت من رحم الشعب يعني كانش فيه توجيه حتى الاعلام ما تدخلش ما فيش حد وقرروا ان هم يقاطعوا منتجات بعينها كمان يعني شايف المبادرة دي تمت ازاي او كان تأثيرها اي اعتقد المبادرة دي مبادرة نبعت من الشعب اللي بتشوفه في غزة والمدابح والمجازر اللي بتتم يوميا فهو في كل ساعة مش كل يوم وعشرات الالاف من الجرحة والقتلة فده يعني ده تعاطف او يعني مسندة للشعب الفلسطيني كل يوم كل يوم بنشوف ارقام غير طبيعية ودمروا تقريبا غزة بالكامل تحت مسمى حماس وان حماس بتدفع نفسها فدي كتت مبادرة من الشعب ثم انت وطح هذا كده غير موجهة حد شالهم روحوا ولا نزيلوا ولا عنهم وده يبين معدن الشعب المصري الاصيل انه هو يعني بيساني على قدر الامكانيات المتاحة ليه لطبع الحرب المسلحة وانه يروح ويعارف ده فيها يعني امور كتيرة جدا ممكن تعوق هذا الاحساس مع ان فيه شباب كتير جدا من الشعب المصري نفسه يروح عشان يدافع عن الشعب الفلسطيني المسلم العربي ودي اعتقد هي مبادرة جيدة بتبعث رسالة بتقول ان احنا يعني مش راضيين عن الحرب اللي موجودة دي واللي بيمولوا الحرب دي يعني المقاطعة جاية للشركات الكبيرة العالمية اللي هي مستحوزة على حجم كبير جدا من حجم التجارة وحجم الاقتصاد في دول كتير جدا سواء في افريقيا ولا في اوروبا وفي مصر برضو مستحوزين بحجم كبير جدا فكانت ابسط رسالة زي ما حصل في 73 مقاطعة اللي هي البترول اللي استخدمها رئيس السادات مع الحكام العرب بس مع الحكام العرب كانت المقاطعة في منتج واحد اللي هو البترول كمنتج عالمي يعني بيكتمع للعالم كله لكن انت هنا بتعمل مقاطعة لعدد كبير من المنتجات هي في الاصل بتنتج جواه مصر هما هي المقاطعة بتاعت المنتج الواحد دي وقافت كل المنتجات التانية لان من غير البترول ما في الصناعة مفيش 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 وهم على قدر المتاح بقى احنا عايدينا كمصرين ان احنا بنقاطع المنتجات الاجنبية اللي بتمول العدو الصهيوني بالاموال اللي بتخليه يزيد من حجم ترسنته المسلحة يزيد من حجم الارهاب اللي هو شغال فيه وهي كلها اعتقد البرندات دي كلها برندات اوروبية دولها هي اللي بتمول اسرائيل يعني انت شايفين المقاطعة دي صحة ولا غلط مبدأي 100% بل بالعكس ده نلسه هقول ان احنا عايزين نواصل عايزين مقاطعة في قطاعات اخرى غير مرئية تمام للمصريين اللي هم اللي موجودين الشباب والشباب سهول المتعاطف ولكن احنا عايزين نعمل مقاطعة لكل الشركات الاجنبية اللي مستحوزة على السوق المصري تمام بنسبة 70% من الاقتصاد المصري تمام وانا اقول لحضرتك بعض الارقام كده عشان تبين مدى بعيد عن بقى عن المقاطعة عشان خطر فلسطين لأ ده احنا عايزين نحط حد الاسمار الاجنبي بكل مكوناته بالارقام الرهيبة والارباح الكبيرة جدا اللي بياخدها بدون واجع وبتطلع على شكل دولارات بتطلع برة ودي من ضمن الاسباب اللي عملانا ازمة في الدولار طب هقف معاك عند الاسمار الاجنبي ارجع لك بتاني لكن اعايز واحد لو استاذ محمد رضا او دكتور محمد الاول انت مع المقاطعة او لا لا المقاطعة اكيد كلنا مع المقاطعة كوجهة نظر النهاردة المقاطعة اثبات حاجة واحدة بس هي قدرة على التنفيذ فكرة نجاح المقاطعة من عدمها النهاردة قدت رؤية كونا بالنادي بيها من زمان هو تحونا لاقتصاد صناعي وشوية بشكل كبير ممكن حتى القيادة السياسية بدأت تستوعب ده بشكل كبير وبقت تطلق مبادرات في دعم الصناعة المصرية طب النهاردة دايما نكونا نتكلم الصناعة المصرية وازمة الجودة وازمة كبيرة جدا وكم نتكلم عليها النهاردة بشكل كبير كدولة عملت اجراءات تمنع شوية عملت الاستراتو برضو ما كانتش جيد انها رفت عليها بعض الرسوم وغيره فعلت سعرها النهاردة فكرة استمراري في المقاطعة من عدمه هو معيار الجودة بمعنى ايه النهاردة ممكن اتقطع شهر اتنين ولكن في النهاية الجودة هي اللي هتحرقني جودة المنتج المصر اصدق الموجود اللي احنا بيستخدمه كبديل just الآن اقول حتى ها قطع هذا المنتج الاجنبي النهاردة ما بديله رحنا البديله البديل ممكن استحمله شهر اتنين ولكن النهاردة فوقت معين لازم يتحول موضوع الجودة يبقى النهاردة يبقى مقابل عملات المقاطعة النهاردة المقاطعة ده شعور تعاطف بشكل كبير قلért اكلم كتير جدا ان الاقتصاد المصري محتاج من المستهلكين اللي هو حجم كبير في الاستلاك النهاردة انه يتحول المنتجات المصرية ولكن المنتجات المصرية يز texting فهمني يعني إيه الأول فرانشايز صراح وحلي بالراحة بس الفرانشايز باختصار جدا خالص إن أنا النهارده باستغل علامة تجارية يكون لها إسم وليكون لها سمعة باستغلها في منطقة جغرافية محددة الاستغلال مش مجرد استغلال العلامة التجارية ولكن هو استغلال يأيما بوزع منتجات بأاخد خدمات فنية بأاخد 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 بحيث إن أنا بقدم كل الخدمات بتاعت أو الشكل بتاعه الكامل فيه على أرض أو في منطقة جغرافية معينة فالنهاردة الموضوع في الفرانشايز بيبقى ليه سيدنا تدفع رسم دخول بيبقى فيه نسبة من إيراداتك كل ده مقابل شيء محدد وهو إيه الدعم الفني والخبرة الفنية والنوهاو بتاع عملية التشغيل بتاعدي كمان تبقى عندك فيه طب ما أنا مش شايف كده بصراحة فيه فرق بينه وبين الوكيل الوكيل مختلف الوكالة التجارية النهاردة أنا دوري رئيسي فيها بعمل إيه أنا بوزع منتج تحت اسمه علامة تجارية معينة زي بابياخد توقيل سيارات أو غيره من هذا الكلام أنا بابيصنعش السيار أنا بوزع السيار طيب هل فيه امتيازات أو فيه وكلا لا لأ النهاردة امتيازات ممكن تبقى عندي تجارية في شكل مطاعم ورسط ممكن تبقى عندي امتيازات في الصناعة بايزويه كمان يعني خلي بقى لك النهاردة مش عايزين نقصه على الفرانشايز كمبدأ أن احنا شفناه بعض المطاعم أو الأشكال المصرية وننسى أن هو ممكن تاخده كنوهاو فيه ليه فرانشايز الناس بتلجأ له في كل أحوال بيديك قدر أو حد أدنى من الجودة والكوالتي اللي تدع تتعامل عليه هو معلش مش أنا اللي مصنعه عندي وأنا اللي متحكم في الجودة دي بس هو مديك النهاو ومديك طويل التشغيل بس النهاردة معروفة خلاص الوقت مني هقولك واحدة تكملة الكلام حضرتك هل النهاردة تعالى بدون ذكر أسماء إحدى العلامات التجاري فرانشايز في مجال فرايت شيكن على سبيل المثال هل النهاردة على سبيل المثال هل فيه مصرين قدروا يعملوا ده؟ آه خلال التلس سنوات الأخيرة عملوا ده وبدأوا يدهوا هم كمان فرانشايز الفراخ البروست مثلا نعم كنا بنجيبها من أحد العلامات التجاري الأمريكاني اللي هو رجل أبوش بدأنا اللطيف ده للوقت بقى لا بقى في مصري ومكسر وشغال لسنوات وفرانشايز وبقى هو اللي بيدين له هاو بس النهاردة قدرت أعمل إيه؟ اتعلمت ورحت النهاردة أنا النهاردة زي ما أقول لحضك إيه؟ النهاردة البديل حضك في النهاية أنا بخش أكل بدفع 8 وجبة النهاردة عايز مزاق أو حد أدنى من الجودة اللي هو ما إزينيش وإزعلتي على سبيل المثال صح كده؟ طب الكلامنا أنا ممكن أستحمله وممكن أكل لفترة معينة أو أبعد عنه لفترة صح ولكن لو البديل المصري مقداش يدينا الجودة مش هقدر أكامل على الوضع راسب هو اللي أثر بحق نفسه بالضبط كده لسنسمار أجنبية فنة أنا بس عايزين أتكلم على موضوع الفرانشايز والتوكيلات هي قبل لسنسمار يعني عملة نفس الوجهة يعني أنا اللي ما أخذ توكيله وأنا معاه توكيلات أجنبية برضو وبصنع جزء منها وباستورد جزء بالكامل هو برضو باخده أنه هو من برة بالتصميم بالاسم والديزاين وده بيديني فرصة لأنه هو ممكن يكون اسم عالمي وخاصة في الحاجات الأجهزة الكهربائية اللي أنا بشتغل فيها بيديني فرصة أنه ندخل الأسواق العالمية لغاية ما استطيع وفي نمازج في مصر استطاعت أنه تعمل لنفسها أسماء وبدأت تصدر بالأسماء بتاعتها واستغلت عن النوع ها هو برضو الصين تجربتها في الكلام ده كله اعتمدت في الأول على الفيك تكنولوجيا الأوروبية واليابانية وبعد الدلوات هي اللي بتصدر لهم بعد ما كانت هي المصدر اللي تتلقى أنا عايز بسأل أحداتك مثلا حجم التجارة المشترات المصرين في السجير حوالي 8 مليار دولار سنويا تمام 8 مليار دولار لو قلنا متواصف الدولار 40 جنيه فاشوف الرقم اللي بنتكلم فيه حوالي 360 مليار جنيه الفاست فود 17 مليار دولار بمجموعته بالكلام اللي احنا ايه بنسمعه دواته زي قلنا السجير الشاي حوالي 2 مليار دولار الشاي بكل أنواعه القهوة والكلام ده كله والمشروبات الغازية 12 ستة وسبعة من عشر مليار دولار كل ده استراد بيعتمد على الاستراد كل ده أنا عايز أقوله حاضيطك المياه الغازية مثلا بكل مجتملاتها خاصة الاسمين الكبار دول اللي بيبقى قولنا الوهم لما تيجي تشوف أنا من خلال يعني الأرقام اللي موجودة عندي اللي هنقولي الكنز اللي بتتبع دي تكلفتها كلها في الوقت الحالي بعد التضاقم وارتفاع سيار الدولار ما تتكلفش جنيه ونص تتبعها بتسعة يعني العبوة كعبوة بالمدى تتكلفش جنيه ونص كل حاجة هي فيها ايه وقت مياه شوية غاز وشكر تمام بس ما فياش حاجة يعني الحاجات اللي هي بودأن والكلام ده أول مرة شوف في العالم الفرخة تتقطع لستة شر حتة دي حقيقة نحن دي الوقت حتى لما تيجي تطلب أردر وليس عايز فرخة بس كذا وليك لعب القطع دي حقيق وليك الباكت ده مش عارف بربعونة جنيه ده بخمسمائة جنيه وبستمائة جنيه يعني ما تطلب واجبة فيها مسلا فرخة ونص بتكلم في ألف جنيه مصبوح تكلفة الواجبة دي على الأسعار اللي هي عالية جدا وأسعار الفراخ اللي موجودة دي متى تتجاوز 150-150 جنيه احنا عايزين بقى بعيد عن المقاطعة طيب ايو والهم عايزين يقول له أضرار وفي بعض الإعلامين يطلع يقولك وإزاي ولا متلعش طب إنت زي كنت بتدافع عن مستثمر واحد بالأرقام اللي احنا بنقولها ديت طب ليه مندفعش عن مستثمر المصر اللي بيتحمل كلمة الفرنشايز وإن احنا بناخد منتج علامي وعايزه لحاجاتك نجحت بعض الشركات المصرية خاصة في حاجات الفاسطفود نتقدم منتج أعلى جودة وفيه كميات تقدر تكلها وأرخص من البرندات الأجنبية عشان كده أقولك المقاطعة مش مقاطعة عشان خاطر بس يا سري نحن مقاطعة عشان المستهلك المصري المجن عليه بقاله 20 سنة عايش في وهم الشركات الأمريكية وهم على فكرة بقعنا وهم يعني ما تيجي أي سلة أنا أقول لحاجاتك عليها أحللها لك وأنا عندي أرقامها هتلاقيه بياخده 7 و 8 و 10 أضعاف السعر كمكسب بيعود عليها حضرتك يا أحمد بي احنا بنلاحظ الحاجات دي إمتى أما والديتي مثلا هي اللي تيجي تعمل نفس المنتج عندي فلاقيه فرق السعر رهيب جدا دي عادك بتقول احنا لجأنا الأولاد بعد ما كانوا كل حاجة يقول لك لا هنجيب من كل يوميا يعني للوقت تلتوني طب انتوا عايزين تاخد الحاجة فجيبنا المنتج المصري اللي بنفس المواصفة بنفس التدبيلة وتعامل للساندوتشات المصرية 15% من التكلفة بتاع الدرس والولاد بدأوا ما يقتنعوا الولاد أقولوا إيه ده ده احنا كان بيتضحك علينا برضو لما كلمت معهم في موضوع البيبسي هم برضو خرجين جامعات أمريكية و لسه إيه مشغولين بالدعاية بتاعة موضوع المياه الغازية ده طبعا لسه و كلام ده كله قيس على كده بقى حكيت جدا انا قلتلك شفت المياه الغازية حجمها ده أرقام مخيفة أرقام مخيفة فيه لما تيجي تشوف بقى تكلفتها انا بقول لحضرتك و عندي الدراسة بتاعة التكلفة انا احنا كنا بنفكر نعمل مصنع لا 10% من السعر اللي بيبيع بيه يعني بالمكسب بالعمالة بيلي 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 فيه ناس تقول لك ايه دول فتحين بيوت ناس و اختلف ناس طبعا النهاردة انت بتديني مرتب بتديني مرتب ايا كانوا بتديني 10 تلاف جنيه لما اشتري المنتج بتاعك بعشر اضعاف انت خدت مني نص مرتب يقرب حليه كنسك ده ما انا بنزل استهلك ما انا بجيب 10 بار بجيب فراخ بجيب بيجزة بجيب بجيب الكلام ده كله القصة ان احنا عندنا بنعاني من هذا الموضوع احنا بقى في القطاع التجاري و التجاري التقاع الصناعي من الاستحواز الشركات الاجنبية على 70% من حجم الاقتصاد المصري و اده نقول لحضرتك ده في حاجات ايه يعني حاجات ايه لزي ما بيقولوا يعني شوف البنوك المصرية كان بنك اجنبي و كان بنك مصر مع تقديرنا واحترامنا انه لدور كبير جدا اللي بيعملوا بنك الاهل و بنك مصر ولكن قدامهم كان بنك يعني هنقولون فيه 40 بنك حوالي 34 بنك اجنبي و 6 او 7 بنوك مصرية القطاع السيارات فيه سيارة في العالم عربية في العالم بتبقى تمانها 22000 دولار بتتبع بـ 2 مليون و 400 ألف ما انا لو اتكلمنا في المقاطة دي ما هي دي ما دا احنا لازم نقاطع كده انا بعده الى المقاطع قضي لا لا انا مش قضي في كده سيد احمد انا قضي انا بتكلم في نقطة انت لو هتحسبها كده الغلطة هنا بس مش على المورد او على الوكيل برضه اللي ازر القرارات اللي اداموا التصريحات اللي اداموا الترخيص كذا option بصراحة يلعبوا في السوق براحتهم فلما هاجع ما عتبش بقى على اللي بيلعب بس احنا بننبه برضه عشان الناس اللي بتقولك احنا بنشجع الاستثمار انت عارف قانون الاستثمار الموجود في مصر ده ابسط قانون في العالم بيخلي المستثمر هو اللي راكب القوانين هو ما تعرفش تقوله انت بتعمل ايه اخطأ يقولك ما لازم انه ننبه عليه اعمل لو قريط القانون الجديد المعدل لا مفيش في العالم كده قوانين تدي كل الصلاحيات للمستثمر واحنا مش عارفين نعمل مع حاجة انه استحواز طب اقولك حاجة فيه شركات بتقولك انا بصنع نظبوط فبيجيب كل المادة الخمن برا وتصنع وتعيد التصدير صحيح ايه قيمة المضافة اللي خادها الاستثمار المصري ولا حاجة لو بعدين ايه بنديله دعم صدرات طب برضو في نفس الوقت انا كده لو انا يعني هعمل كده كده انا بطفش المستثمر ولا بجيبه هو يجي بقوانين انا وضوابتي انا ومصلحة بلدي اولا ومصلحة المستالك او الثانين يجي اهلا وسان هيجي بقى هو حطت رجل على رجل وياخد كل التسلات والتيسيرات وياخد عفاقات من الجمارك عفاقات من الضرايب بضاعته بتدخل من غير الجمارك وكلها مكونات يستفيد من الاتفاقات الدولية اللي بيننا وبين الدول اللي هي بدون جمارك وياخد دعم صدرات يعني عشان انا عايش هذا الموضوع فعشان كده نقول لحضرتك انت ليه يا مصري انت يا مسئولين ما تضوش الفرصة المستثمر المصري امقطع في خلال شهر عملت نتيجة انتو لو ديتونا فرصة ان احنا ننافس مش هنقول امنعوهم ننافس قد المنتج ده بكذا واحنا المصريين هنعملوا بكذا وبجودة اعلى من الجودة اللي احنا بيعملوا ده فيه مشكلة كبيرة جدا عاملنا اللي هي الموضوع بتاع التسوق الالكتروني اه 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 البيع والشراء عادي على مواقع الالكتروني السعار لا 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 ده نروح المشكلة في ايه انت حتى لما بجيب المنتج حتى لو سلعة الالكترونية لمعاك شاد الضمان ولا في مركز صيانة وبعدين تجيلك الحاجة خلاص دفاعتي تمانا لو فيها ايه ما تعرفش هتكلم مين طبعا غير لما يكون هنا المصريين اللي هم عندهم الوكالة بتاعتهم بيسونه بيعفظه لو قدامي موضوع قدامي عارف بيته فينه وما كدفينه وهجيبه حتى الملابس اللي بتيجوا على الاحزية بتبقى في الصورة بشكل طحيح وتبقى بشكل تاني خالص هارجع للدكتور محمد ايه رأيك الاول في النقطة اللي احنا قصرناه دي كله بص عايزين برضو لو ميجي نتكلم على الموضوع نفرق بين حاجتين مهمين نتكلم نفرق ما بين احنا ممكن نستورد بعض المنتجات الجهزة ونبيعته في سوق المصري وفرق ان في بعض المنتجات بيتم تصناعها جزئيا او كلهم في سوق المصري يعني خيار برضو نفرق ما بين الاتنين ده تفرق كبيرة جدا يعني النهاردة عسابي المسال وكل دول المنطقة اللي بحاول الوقت بتعمل دوت النهاردة ايه المشكلة لنا نهاردة اجزب الصمار اجنبي هو ده معايير من المعايير القواية جدا اللي بتدعم اي دولة يعني النهاردة كان اعتراضنا على مدار الخمس سنين اللي فاتوا ان يمكن الحكومة كانت بعدة عن ال او الصمار الاجنبي المباشر صحيح صحيح وبتركز على بعض الصمارات بغير مباشرة بس انا ما قلاش كده دكتور لا لا ما نقولها دكتور كامل انا ده مش الحكومة اللي بعدها هم اللي بيجوا بس هسمروا في الصمار السريع ايه ما نقولت نعم الحكومة ده لهم قلت سألت تعالوا الصمار مباشر نعم صحيح حاكم النهاردة التسهيل اه التسهيل وفكرة ان انا اسهل او غيره اه النهاردة انا النهاردة لما بقدر اجزب مسلمين اجانب ينتج ويصنع اولا انتج وصنع ويركز على صناعات كسفة العمالة ما النهاردة شغلني وشغل عمالة والعمالة بقى عندها بورشينج باور عندها كوضة شرائية بتنسي تشتري منتجات فبالتالي حركة السوق بتختلف النهاردة لما فيه ناس بعض الاصوات اللي طلعت رفضة لعملات المقاطع ليه هل الناس اللي رفضة ديت هل حد يشك في وطنياتهم او ايمانهم بالقضاء الفلسطينية لا 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 مستحيل هو بيكلم في الشق التاني اللي هو ايه ان دي مؤسسات موجودة بتطلع من افترض من خمسة لخمستاشر لعشرين في المية من اراداتها بس للفرانشايز اللي برة ولكن فيها عمالة مصرية طيب تعال بصع روسيا روسيا عمت ايه كان عندها كمية فرانشايز مستوية وحصل ان بدأت الحرب بتاعتها باوكرانيا دخل المستثمرين محليين استحوزوا على هذه العلامات التجارية غيروا اسماء المحلية واشتغل تحت الولاء الوطني او تحت القصة الوطنية وحافظ على العمالة وحافظ على الشكل النهاردة النقطتين مهمين النهاردة بنيجي نتكلم على فكرة مثلا تكنيك بتاع صناعة اه انا النهاردة في صناعات بدأ المستثمرين اجانب بيجي صنع في مصر يدخل المواد الخام اه ويصدرها طب انا استفدت بتشغيل العمالة استفدت بدرائب استفدت استفدت بكل ده طب اسألك بس السؤال مباشر انا الوقت بتكلم في او اختلافنا مع وجهة النظر دي في نقطة واحد انا بتكلم في ان انا كراجل مستثمر هاجي مصر المنتج ده انا بصنعه جوه مصر بس ببيعه بمية جنيه نفس المنتج ده المصريين في محلاتهم بيصنعه بنفس الخامات بيعبله باربيعين جنيه اهو بصدره كان بقى بمية جنيه هو بصدر بك ده انا خليه بس الاول جوه فاصبح هو عشان هو حاطت اسمه عندي البلند ده مكتوب على المحل ده مثلا فاصبح بياخد مني ستين جنيه مثلا صح بالله واجهة حب ده اصلي ده الاختلاف بس او اي حد في الدنيا ممكن انا اعمل كان بيبسي واقول انا دي مادة كاعدوله لا اسمها بس الاول كان بمية غزية مادة غزية وبيعه لأ النهاردة اولا في حاجة اسمها الويدة العلامة التجارية السمعة اللي انا بنيتها في السوق ونهاردة مكتوب تكلم من شوية عن بعض الحاجات بتاع فرايت شيكن او الدوايك اللي هي الوطاعة فالنهاردة قدروا يعملوا النفسهم ويت لعلامة التجارية يعني ايه ويت ادها وزن وقيمة فالنهاردة المحل الصغير اللي مجوز في منطقة بيبيع برضو الفرقة دي ممكن يبيعها بعشرة والراجل المصري الاسيء اللي هو بيبيعها بستين ليه النهاردة قدر يعمل وزن وكوالتي وشكل لعلامة التجارية النهاردة باختصار جدا هتعاني اتكلم بكل صراحة اكتر حاجة من المقاطع ايه عجبتني جدا بس اكتر حاجة حزنتني طب ما انت كان عندك وقت تدعمك تصادق وتدعم بدل ما عندك ازمة في الدولار بهذا الشكل كان ممكن تمنبدري كمواطر مصري خايف على بلدك قبل ما تكون مجرد بس انك بتدعم دولة اخرى دوجة نظر انا بقولك صح ليه لانهم موصلوش الاحساس ده موصلوش الاحساس ان ماذا الفارق والتوعية اللي موصلوش ان هو هو ايه الفارق لما اشتري ده واشتري ده لأ ما انت نهاده بشتري ده انت بتاخده حيطة تانية خالص طب تعالنا نتكلم على هل البديل المصري في كل الصناعات زواء اهسية او غير اهسية موجود مش موجود في كل تعالنا نتكلم احنا نتكلمنا على مثال المياه الغازية هل في بديل المياه الغازية فارق كبير جدا فيه الكواليتي والتشغيل ما بين الاتنين فالنهار ده عملية التشغيل وعملية الاختلاف تحتاج منتج مصري رقم واحد مش يتبعه استخدامي بس العاطفة ولكن يعني هو الجودة وده الأهم طيب خلينا عشان عايز اخرج الفاصل هل الفرانشايز بيوصل لحل 16%؟ يوصل اه طبعا بيوصل ممكن اكتر لكام يعني خليني مثلا انا هجيب بلند معي ممكن اصعف الاشرين وكساره كمان على حسب استغلالك وحسب النهو وحسب انت بتاخده حصري ولا لا يعني لو باخد النهار ده فيه ناس بتاخد الفرانشايز لمنطقة جرافية كاملة زي احدى انا هلو هاخد مثلا علامة تقولي الرجل اللي هو الرجل او ده انا او الامة مثلا وتبر المستوى الجمهورية مثلا كويس انت النهار ده بالنسبة لك انت على حسب على كطاهرة اللي هاخدت جمهورية مصر عربية مصر عربية مفترض ان المعترف فيه بتاعك من 45% هو ده اللي هو المعلنه عالميا ولازم عندك سيولة 750 الراون 75.000 دولار وبتدفع من 500 ل 2.5 مليون دولار حق دخول بس حق دخول حق دخول لا بتاخد بس تبدأ تمجي مع العقل نخرج الفاصل ونسا مكملي معكم لسا في انقشرة كتير رجعنا لحضراتكم مرة تانية وهبدأ سؤالي للأستاذ أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية من خلال نقشتنا وبرضو حضرت راحت وجهة نظر معينة الاستثمار مثلا زي ما بتقول لما بيجي جوا مصر هل هو بيغطي علي انا كمستثمر هل هو بيفيدني انا كمواطن مثلا ولا لا والمفروض ان هو اتجار برضو سق حرة كل واحد شطري يكسب بطريقته هو احنا ما بنقولش مش عايزين استثمار أجنبي بس عايزين ندي فرصة للمستثمار المصري انه ينافس الاستثمار الأجنبي عشان في النتيجة السوق او المستالك محتاج جودة وسعر انما لما بيبقى فيه احتكارات وبيبقى مستحوز هو على كل حاجة ما بيديش فرصة للمستثمار الأجنبي المصري الميظر ما بيديش فرصة ان الجودة للمصري يستفيد بيها لانه طبعا كل منتجاته بتتباع لانه هو بيبيع تسعين في المية منه دعاية يعني انت لما كنا بنتكلم على المياس غازية بنقول سعرها هو الجزء ده فيه منه مثلا خمسين ستين في المية منه دعاية بس انما لما تيجي تشوفوا التكلفة ولا حاجة اللي هو بيبيعها لك دي وبرضا بدأني وغير واللي مش عارف ايه والفطير زي الفطير والحاجات دي اي تكلفة شوفوا حضرتك هتلاقي بتتباع بعشر أضعافها باثناشر ضعف وبخمستاشر ضعف تب هو المصري ما يبعاش بانتو عشر أضعافه وخمستاشر ضعف زي وليس لا 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 ما فيش الكلام ده بدليل انه هو تأثر لانه نحن لو كنا عملنا مقاطعة للمنتجات ديت وما فيش بديل لها كانت هتفشل المقاطعة اه انما عشان في بديل وبجودة فالناس استفادت ولكن احنا بنقول في الظل بقى التجربة دي البسيطة دي لأ دن عايز الدولة تتواجه إلى تشجيع الاستثمار المصري في كل المنتجات اللي حصل عليها مقاطعة يعني مثلا مشروبات الغزية ده أبسط ما يكون خط الانتاج كله اللي بيعمل 400 ألف عبوة في اليوم بتتكلم في حوالي 85 ألف دولار خط الانتاج انا ايه اللي منعني منعي ده اوصل للنقطة منك الدولة هي اللي منعني اننا عمل ما هي غزية زي اللي برة لا مش ممنعك الترخيص انك تاخد الترخيص للمشروع انك التأسيلات اللي بتاخدها الشركات الأجنبية التأسيلات الشركات الأجنبية بتيجي ما معاش فلوس على فكرة ده هي بتيجي معها المشروع بتاخد الأراضي بأسعار مميزة بتاخد الترخيص بمنتهي السهولة بتاخد تمويل من البنوك الأجنبية اللي جاي اتنوّلها وخاصة الجماعة بتقول الخليج كل الاستثمارات بتاعتهم لو نيجي نشوفها وما بيجيش فلوس معها ودي من خلال تجارب وحسابات هدي لك مسأل واحد بس سعر متر في أرض في مشروع معين موجود هنا في القاهرة وموجود في السحل الشمالي أنا كنت شاهد في الموضوع ب126 جنيه المتر الأرض المتر الأرض ده بيتباع في المشروعات بـ 200 ألف جنيه و250 ألف جنيه شوف بقى شوف الدنيا عاملة إزاي وده بيخلي مثلا حتى الشركات اللي بتشتغل في نفس المجال لما يلاقي ده بيبيع 200 ألف جنيه قالك تمانا لو بعت 100 ألف جنيه أنا كسبان كويس جدا 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 6-7 ضعفتك ليفتي فليه ما أقربش من ده شمعني ده يبيع بكده بتاعه ففي الأخرة ليه هو الأرض هي الأرض المنتج هو المنتج المية هي المية ده بيبيع بـ 200 ألف وده بيبيع مثلا بـ 30 أربعين ألف فهي الفكر إن إحنا التسهيلات يعني إنت عايز القوانين والتسهيلات اللي إحنا مثلا ممكن نديها للمستثمر أديها برضو للرجل الوطني المصري ده هو هو الأول ليه الأولوية عن المستثمر الأجنبي عشان نعمل توازن ما بين المنتج اللي بيبيعه يعني ما ينفعش عربية بـ 22 ألف دولار أبيحها بـ 2 مليون ونص ده بسبب القواني يقولك لا هي الشركات والتوكيلات اللي أجنبيها بس تم تسيبنا أنا كمصري وعندي ما عنديش وكالة لأن الوكالات دي بتبع محتاج وضوط معينا هروح أستور خلي كل واحد مصري يستورد عربية أنا أقولك لو صدر القرار ده الأسعار هتنزل بكرة للنص طيب أنت كده هتلغي الوكيل يا فن؟ ما يتلغي ما يلتزم الوكيل زي الدول اللي حوالينا يعني أنا روح أجيب عربية من دبي ولا من السعودية ولا من الأردن ولا من أمان قليها بـ 35% من السعر اللي بتبعه في مصر ليه؟ وده وكيل وده وكيل وده مصاريف وزي مصاريف طيب الفرق الفلوس ده بروح فينا فن؟ مكاسب للوكيل بس؟ وليه؟ وبعدين ده في حاجة أخطر من كده بقى الناس دي أغلبها الناس الأجانب دي بيكسبوا أرباحة دي كده في ميزانياتهم بيطلعوا أرباحة أقل الفلوس اللي بتتكسب دي بتطلع إزاي؟ عن طريق الرسمة عن طريق البنوك عشان كده أنت عندك أزمة في الدولار بيكسب كتير جدا 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 فكل يوم عايز يطلع أو كل شهر أو كل ميزاني عايز يطلع الدولار ده لو طلع عن طريق البنوك حيباني الأرباح المخيفة اللي بنكلم فيه إنما هو يطلع ميزانية على قد الحال كده ويقول لك أن أخي قصرره بشجع وبشغل ناس ومشغلش ناس وباقي كله بيطلع عن طريق طرق غير قانونية ودي معروفة وبرضه من خلال البرنامج المحترم التحضات ده أنا برجو الإخوة المستثمرين اللي رحبنا بهم وفتحنا لهم بلدنا ارحموا الناس اللي استقبلتكم أحسن استقبال مش عايزين نعمل تجربة لبنان تاني في الاقتصاد المصري الفلوس اللي بتطلع بدون طرق شرعية الحاجات اللي بتم يعني أنا مش أتكلم بتفاصيل أنا ده موضوع كبير جدا هو اللي عمل لنا الآزمة خلي بالك أنا عايز أتكلم بشكل واضح اللي أنا كويس إن أنا بقدم رسالة والناس بيسمعونا كل المسؤولين بالعكس أنا هيميني إن أقدم رسالة واضحة وتكون واصلة بشكل واضح كمان لإن أنا في النهاية أنا بعالج سوق مصري في أشد الاحتياج إن الأسعار تنزل بشكل معقول شوي طيب نقول لك حاجة واحدة بس حتى تعرف المدى التلاعب واللي بيحصل ومدى اقتصاد المصري من أقوى الاقتصادات الموجودة في المنطقة الإمكانيات في مصر هي الدولة الوعيدة في الفترة اللي جاية دي إن مصر الاقتصادة يطير بس بقى بطلوا القوانين اللي بتطبطب على الأجنبي اللي هو بيخرف الاقتصاد المصري هتدي لك ناتج القومي بتاعنا كم؟ لا مش بعيش أنا خمسة 325 مليار دولار بنستورد بضعب كم؟ ب70 مليار دولار ده يعني في الوقت الحالي الفرق من 70 مليار دولار زائد المكونة المصري بينتاج لنا حوالي 400 مليار دولار يعني تكلفة المنتج وتكلفة الاستراض والزائد الأجور والعملين وبتاعة اتكلم في 150 مليار دولار طب الـ 250 مليار دولار 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 بيروحوا فين؟ الدخل بتاعك في مصر في الأمور اللي انت عارفه قناة السويس وتحولات المصريين والسياحة والدستور كل المدخلات اللي بيجلنا بقى من جهزة اتجاه دي كلها بتتكلم مثلا لـ 70 مليار من 105 انت بتتكلم في 35 مليار زيادة زيادة عن احتياجاتك راحوا فين؟ في حيات كده بس أرقام لو احنا نتحقق منها هنقولك دي بيروحوا فين وبيطلعوا ازاي وبيعملوا ازاي وبطريقة خروج الاموال دي بتطلع ازاي؟ يعني الاستثمار بيقولك اي ارباح بيحققها المستثمر الاجنبي تتحول لدولار وتطلع بره طب هقف معك عند النقطة دي وارجع لك تاني طب محمد هو طب انا كده استثمر ولا صنع؟ عفوا يعني اخد استورد ولا صنع؟ عايز اكلمس في البداية عن نقطة مهمة جدا ما نفعش تبقى او ده ما احنا بنتحدث وموجودين كنا على التراويزة اكيد الدولة او الحكومة عندها بعض الاخطاء ولكن بقى الصورة ليست تقاطمة على هذا الشكل ما فيش قوانين ولا الشكل اللي هو لا بالعكس سيد رئيس نفسه قالها مرة انا عرضت كل المشايا اللي انا بعملها دي تعالى مسلمين مصريين ومعظمهم قابل ان هم ما يشاركوا خلينا نتكلم بصراح هل الدولة ضد المستثمر المصري لا اخطاء طبعا بالعكس ليه؟ ليه احنا ولا قوانين ولا الشكل العام النهاردة عرسمين مثال ادتوا مثال على العربيات فالنهاردة هو راجل مصري جي خد توكيل من شركة اجنبية وهو مصري ومستثمر مصري وبيشتغل بهذا الشكل وبيعلي النهاردة ايه اسباب العربية ممكن تبقى كده حجم جمالك بتدفع لها كبير فلوتنج بقى في السعر بوضيع مع الدولار مع غيره طيب هلنقدر نقول ان كل المسلمين اجانب او معظمهم بيتعاملوا بشكل غير رسمي لا الراجل ده عنده شركة بيرنت كامبني وعنده شركة هنا المراقب الحساب بيدقى طب سؤال انا طلعت ارباحي او فلوسي بالدولار بره لنظام الرسمي اطلعها بره ازاي منازم نحطها ببنك عشان نحولها فمحترامي اه فيه اخطاء اه فيه حاجات اه لكما قداش اقول بشكل كليل وواضح ان الدولة ده المسلمين المحلي بالعكس هي معه كل الكل لكن النهاردة بنتكلم فيه النهاردة ايه اللي يفرق معاك هل يفرق معايا ان يكون معايا جنيه تاني مش فارق انا تبكر راح ابقى فلوسي العملة اجنبية ايه فرقها طب العملة اجنبية ده اخدها ازاي سواء ان انا رجل قوة الانتاج عندي خلته لي جودة تنافسية وطبعا السعر تنافسي لان فارق العملة فهيبقى عندي النهاردة اسواق تتفتح لي طب النهاردة الاجنبي اللي جاه ودخل السوق المصري وصنع واستفاد من اتفاقيات بتاعتي زي الكوميسيا وغيره وصدر لدول تادي طب انا عملتش كده ليك يا مستوى المصري هل فيه عواقق او فيه حاجات تمنعك لأ طب سؤال تاني تعالي نتكلم على المياه الغازية ما فيه شركات مياه الغازية من زمان وجودة في مصر تسيبك من حاجات اللي هي في السبعينات لا فيه حاجات حتى بعديها وما نكحتش خالص ليه انت نفسك كتبت على ازالة بتدقها طب هل فيه على مستوى العالم مياه الغازية بتعدد الانواع لا هي براءات بشكل مياه رجل ابو داء اللي مكننا نكلم عليه رجل دا ليها براءات معينة ايه دا ينتشع على مستوى معين وبدأ يبيع براءات النهاردة ما قدرش اتكلم وافرغ الصورة المحتوية اقول ان الدولة مؤثرة على مستوى المحلي بالعكس هو مين اللي معالي تمن الرز والزيت والسكر ما هم مستوردين وهم مستوردين مصريين مش اجانب يعني نهاردة ما عندش راجل اللي بيتاجر في دا وبيتاجر في دا ايه اللي يفرق ما عايز انا لو عايز الصحف انا اولا الدولة عملت الصحف دا وفي احاجات يعني لم جانبها الصواب ما كانش صح فيها تمام في ملف النهاردة ان انا قدر اعمل رسوم اغراق وامنع بعض السلع من الدخول للسوق المصري مش مابنعها ما قدرش امنع احنا في وقت ما نفعش اقول للسلع دي ما تخشيش تمام بس اقدر يزود عليها رسوم فبقى السلع الرفاهية او السلع يطلق على السلع السلسيزية بقى اسعارها غالية فبقى دي المصر بقى مناسب وبدأ يرفع من الجودة دي موجودة حتى قبل المقاطع كمان طب ايه تاني ايه الازمة حاجات زي اللي انا بستورد سلع جهزة وابيعها في السوق المصري فبقى انا بعمل ايه بلعب ان انا عندي النهاردة فروق اسعار وبلعب 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 النهاردة ايه اللي فرق معي انا مجرد اعملت شوية وكيل واخد مجرد بعض الستورز بيوزع هذا المنتج ايه الاضافة لعملها لي حتى مستوى التشغيل مش قوي لكن النهاردة لو عندي راجل انا النهاردة بجمع يعني عندي بعض الصناعات بجيب المواد واجمعها في مصر ماشي انا بجمع العربية بجمع العربية بجمع المنتج نفس ممكن اجيبه وحطه على الخطوط وقطعه واجمعه النهاردة شغلت عماله شغلت النهاردة بقى جالي درايب جالي فلوس داخله وخارجه فالنهاردة اكيد التصنيع هو اساس التصنيع النهاردة حتى الدولة ما تيجي تقولك انا النهاردة هل الدولة ما دعمتش قمال ازاي فيه المبادرة الصناعية اللي عملتها الدولة بتمانية في المية المبادرة اللي اصلا جنة عليها لهم سنونا الدولي ان احنا بنعمل مبادرات لدعم بعض القطاعات داخل الدولة بتمويلاتهم المنوك اللي بتدي لأ بتدي المصري بتدي للسم ايزا او نشاط صغيرة وبرضو المصري بيتلعب على هزي المبادرة شركات كبيرة وتروح تتلعب عشان تاخد الخمسة في المية خليها بس نتكلم بقى بوقعية لان انا هنا عندي وجهتين وجهة نظر بس دي فرصة عرب علشان فيه كلام كتير جدا بس عالت صحيح بس يعني يا احمد بي احنا جيين هنا عشان ايه وضح للناس الرؤية لكن صاحب الاختيار مين المشاهد لا يعني عشان بس المشاهد هو بيسمع يعرف الموضوع اصلاها ايه ونظامها ايه هرجع لك في دي حالي في جزيزة عايزة اسألك فيها طالما انت اشرت لمدخل لان المستثمر بياخد حقه هنا في مصر وكل حال ليه انا اذا باستنى المستثمر يجيلي من برا لو انا كمستثمر مصري انا قادر ان انا نخلق حالة اقتصادية صناعية محترم ما جوا مصر يعني اقتصرت الكلام بهذا السؤال ليه هو النهاردة بيجي نتكلم احنا بندي تفضلات للمجموعة عن مجموعة على سبيل المثال فالنهاردة ايه التفضلات انا هنفتح القوانين ونبص ايه التفضلات اللي ممكن تكون بتفتح لكل مجموعة للتانية طب هل الفرص المتاحة قدام مستثمر اجنبي هل متاحة قدام مستثمر المصري اكيد متاحة ما هو نفس البلد على فكرة انا لو بتكلم على عواقق استثمار في بيت استثمار فاصل واقع الاتنين بالبلدي لو عواقق استثمار يعني لو في قيود استثمارية او في عواقق لبيئة المناخ الاعمال او دوين بيزنس جوه مصر فبتأثر على ده وبتأثر على ده واللي بتخلي المستثمر الاجنبي فيه عزوف عنك هو نفس السبب اللي بيخلي المستثمر المحلي يبقى فيه عزوف عنك هديك مثال صغار جدا كبداية على كلام التغير الكبير والعنيف في قوانين الدراب في مصر ده قطر على المستثمر المصري المستثمر الاجنبي ارتفاع اسعار الفايدة في البنوك بهذا السعر المستثمر الاجنبي بيجي بياخد جزء بيحط رأس مال وجزء بياخد في اسم البنوك نفسه المصري نقدر لما اعمل مشروع وانا الفايدة في البنك وصل 20% يعني انا بوصل 23% او اكتر عشان اعمل حكسب كام فالنهارده العواقق والقيود اللي قدام الاتنين والاتنين بيتكلموا عنها هي واحدة لكن مفيش تفضيل اللي هو المستثمر اللي الاجنبي يخش خده اللي انت عايزه كله وعمل اللي انت عايزه طب ليه عندنا اكبر المستثمرين اللي عاملين طفرة في القطاع العقاري على سبيل المثال مصرين كلهم مصرين كلهم الاجنبي بيعفش يخش أصلا أساسا واللي بيخش بيفشل ليه لان ده اللي بياخد تفضيلات وبياخد أراضي وبيخش بشاركة مع الدولة وا 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 كل هزي الإطار هل في بعض الصناعات فيها مشاكل آه هل في بعض الأنشطة اللي محتاجة أكتب يعني أنا أقصد فيه كسور يا سيد محام عشان بس أروح كيف فيه كسور على الطرفين على الطرفين أطبع طيب أرجع لك ثاني سيد أحمد شيحة أقول لي الأول تعيس تتعقب على إيه في هذا الكلام وبعدين أرجع لك على موضوع امكانات المصرين في الصناعة والدكتور بيتكلم على سيد الأجانب هم الناس اللي هو عندهم كل ما يخص لنجاح الصناعات أنا أقول لي حياتك وخاصة الاستثمار الأوروبي ده كله استثمار معلش يعني بالنسبة لنا استثمار كاذب لأنهم حتى المنتجات اللي بيجيبوها المصنع بيعتمدوا على آسيا في المكونات ومستلزمات الانتاج أنا أنا كراجل بصنع سلع معينة نفس المصنع على آسيا بمعنى أي يا أحمد المادر خام والسلع الوسيطة والله ما بيعمل مصنع عنده هو ينتج عنده ما فيش بيعمل أنا في مجال معين بنجيب سلع معينة بيدخل واحد يقول لك أنا ألماني وأنا إطالي وأسباني كل البرندات اللي هو بيدخل بها دي عبارة عن مكتب موجود هناك وبيصنع بنسبة 100% في الصين اللي بتصنع في الصين لو بمية جنيه هو بيعولي بخمسمية جنيه تحت مسمى الاستثمار الأجنابي والدعاية القديمة أنه هم دول الأصحاب التكنولوجيا برضو موضوع العقارات لا ده فيه شركات عملاقة أجنبية في مصر هنا بتستثمر في المجال العقاري وأرقام كبيرة جدا وممكن إن قلت في الأول المثال دي شركة أجنبية اللي خادت المتر ب120 جنيه على إيدي لأن أنا كنت في المساك وبتبيع ومتين ألف جنيه دلوقتي بس أنا أصد أن المصريين في المجال المتميزين بس أنا أصد يعني المصريين في المجال العقارات لا متميزين بس جدا أنا أنا بقول إن نحن عايزين ندعم المصريين الفرص اللي بيخودها الأجنب والتسهيلات أنا لو ديتها للمصري طبعا نقول لأ حياتك برضو يسمي كبير جدا عمل مدينتين كبار جدا في مدينة مصر وفي الطريق تمام ويس دول يعني هو الوحيد اللي تقدم عشان يخلق فكرة المدن المتكاملة ونجح فيها نجاح مبهر ده أخد المتر مثلا بألف جنيه دخل مع الدولة وقال حسابة الاستثمار قد كده وده أخد نسبة بنسبة التاني أبو خاد اللي خاد بألف جنيه ده بيبيع بعشرين ألف أبو ألف جنيه ده بيبيع باثناشر ألف هو ده الفرق اللي أنا بقول فرق ما بين مستثمر مصري فلوسه حتى اللي هيكسبها موجودة في مصر ما بتطلعش من مصر ما بتطلع بره الخلل اللي احنا موجودين طبعا أنا أقول لحضرتك حاجة كل الكلام اللي بتقال عن تشجيع لساسمار الشركات اللاجنبية وبتفتع عمالة وبتاع احنا في أزمة اقتصادية اللي مش في أزمة اقتصادية طبعا طبعا الدولار اللي ترتب على ان احنا دلوقتي عندنا دين خارجي قد كده عايز أقول لحضرتك أغلب الشركات اللي بتشتغل في المجالات دي لما نيجي في قطاع الكهرباء معروف الشركة بتشتغل ايه السيكة كالحديد شركات ايه أنا بقول لحضرتك بيبيعي سلعة بأربع خمس أضعفة وبعدين بيقول لك ان انا هاخد الفلوس بتاعتي بالعملة الأجنبية بس مش كلها برضو يا أستاذ أحمد لا كلها ايه يعني بياخدش كل فلوسه بيحولها عملة أجنبية برا مصر أرباحه كلها لا بيعتقد في نسب يا باشا أرباحه كلها مش كلام ده كله انا في المجال ده انا بتكلم من كلام انا عايشه في الواقع وبشوفه تشجيل الشركات دي وحجمها ايه يعني فيه مناقصات بتدخل الموبايل دوت الشركة الأجنبية بتبيعه خمسة جنيه مثلا يعني مثلا انا بيعه بثلاثة جنيه ونص ياخد الأجنبية ما ااخدش ده تب ليه عم ده نفس الجودة ونفس المصدر ونفس المصدر اللي انا بيجيب منه فالتكلفة عالية جدا عشان خطر الناس تقول لي انا مش ضد الاستثمار الأجنبي بس ايه يخليهم شوية هادين كده يعني انت عايز تقول وزي كل حتة في العالم تمام يكسبوا زي كل حتة في العالم انت حداك عايز تقول اهلا وسهلا بلاستثمار الأجنبي كل حاجة اهلا وسهلا بيه بس نساوي بيه في شروطه في ضوابطه في البيعه وفي شراب ايه وبينه زي المستثمر المصدر هو بقى ليه بقى بيكسب وبياخد راحته لان هو الوحيد اللي بيحتكر السلعة دي يعني حتى في الحبوب والكلام اللي ده ده مش مصري ده شركات امريكية احنا بنلجأ لها لما نعمل صفقة سكر ولا ولا صفقة امحو اللي بتقول لها شركات اجنبي اللي بتتحكم في بورسة شيكاغو بنجيب منها الحاجات دي بنروح بقى هوم اللي بيحدد السعر انا كمصدر ما وادرش اوصل للمصدر بتاعنا انهم عندهم حاجات في اللحوم في الفراخ في كل انواع الحبوب نفس الكلام ده كله احنا بنقول ايه مصر مهيئة بعد الطفرة اللي حصلتها دي في البنية التحتية وعلى فكرة احنا اللي ما بنكلم من الاجانب احنا بنقول ادونا فرصة ادونا فرصة نوجد البديل هو موجود وانا موجود هو يصنع وانا صنع هو يتاجر وانا تاجر القرار الخاص اللي هو بيعفاع المشروعات الصناعية من الضرائب لمدة خمس سنوات اللي اصدره سيد الرئيس ما هو ضعف صالح المواطن من مصر ماشي انا مش بتكلم السلحاجات الصغارة دي كلها حجمات دي ايه لا ما تختلف حجمات دي افندم لا ما عنديش رقم والله انا انت بس تشوف حجم حجم الاستثمار الكبير يعني هو لك في قطاع الكهرباء تمام هاتلي مستثمر مصري دخل هو بياخد من الباطن اه انما اللي بيجيب وبيصعر من بر طب هو ما بيقدرش ياخد ما عندوش العباء المالية اصدق مثلا العباء المالية وما عندوش القدرة التأثيرية في توصيل المنتج بتاعه يعني يا جهزة الكهرباء دي كلها اللي دخلت التريليون وشوية اه هي بيروح يصنع في اسيا في المصامع المعروفة يقول له مثلا انا عايز المواصفات دي يقول له دي مثلا بمئة مليون يجيب عليك هنا بربعمائة مليون وبخمسمائة مليون انا معايا بس هل ما فيش مستثمر مصري خالص معاتريليون منو يقدر يدخل هوية لا لا فيه بعض يعني احنا قلنا النموذج بتاع العقار الناجح دول وفيه النموذج كهرباء ناجح بس بقى من خلال دول يعني هو ما اقدرش يفصل على طول لازم يبقى فيه العباء الأجنبية اللي بتفرضها الدول عليك المشروعات الكبيرة دي اللي هي أرقامها كبيرة جدا انا معاك لان طبعا برضو في حاجات في الاختصاد في دول معاناة بس اغلبها شركات من الباطن يعني اغلبها اللي بينافذ شركات من مصر بس بتاخد فتات الفتات ما بتاخدش الأرباح الكبيرة انا معاك والمصريين حتى لما بياخدوا بعض المناقصات برضو بيدوا حاجات من الباطن لمصريين ما هنعرفين لا لا ما فيش مشروع كبير يقوم على شركة وحدة انت بتتكلم مسلا عايز دك 200 تلتمائة شركة عشان تعمل مشوظة العاصمة الإدارية ده لا لا ده عاصمة مسلا يعني اغير وينه اقتصاديات المشروعات الصغيرة المتوسطة مرحبا بغير ما نسأل يعني فرص الموضوع من الواصل لمرحلة بقى صعبة هيكمل معك فادل فان اللي ما يجي نتكلم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة الاقتصاد الأوروبي بيوصل لتسين في المية ليه؟ هو ليه كل الدول اللي بطي بتروح الصين لأن صناعات التغزيل في دينج انداسة أو الصناعات المغزلة الصناعات الرأسية يعني أعسمي مثال صناعات الصيارات هل على شركة الصيارات بتعمل كل حاجة في العربية؟ كهرباء ودفرد كهرباء وفيه مش عافية وانيس هاجين بتعملها شركات أصغر الأساس في أي اقتصاد عايز يعمل طفرة هي الشركات الصغيرة المتوسطة النهاردة لما أتحول أبدلهم مبادرات وهملهم دعم واتحرك في هذا الاتجاه هل النهاردة أنا ما باخدش الاقتصاد دي الاتجاه تاني؟ لأ النهاردة لما بجيها بتكلم على شكل الاقتصاد المصري وشكل التبعية بتاعته وشكل التصنيفة بتاعته بشكل كبير جدا هو إيه اللي خلت دولة وورده بتتلعم عليها إن هي دخلت في بعض القطعات عن طريق جزي الدولة لأن هي ما لقيتش المساسم المحلي ولا أجنب يخش فاضطارت إنها تدخل علشان تقوم بالدور ده وده مش مطلوب منه ودلوقت إحنا بنفضل تاني نحن تخارج مرة أخر من هذه الاسمارات عشان دولة ما تكونش منافس للمستثم المحلي ومنافس للمستثم الأجنبي فالنهاردة ما نفعش نتكلم أنه الاقتصاديات الصغيرة مستثم دي هي أساس أي اقتصاد لو فتحنا الهيكل بتاع أي اقتصاد حتى الاقتصاد الأمريكي في حد ذاته وعنده يعني هيئة كبيرة جدا بتدعم وتقود هذا الاقتصاد فهو بيتحرك في ده النهاردة مصر عشان تتحرك وتعمل عملية التحول احنا مشكلتنا الأساسية اللي خلت الاقتصاد بتاعنا يتهز في 2010 واستمرت معاه حتى هذه اللحظة في بعض التغيرات أو التقلبات السياسية وعقبة التغيرات الجيوسياسية هو أن احنا كنا اقتصاد ريعي يعني اقتصاد خدمي قمنا على السياحة لفترة كتويلة منعتمد على تحولات المصريين بالخارج منعتمد على قناة السويس النهاردة تحولك لاقتصاد صناعي ببدءا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة عندك اتفاقات مصر حجم أي مستثمر عربي أجنابي يتكلم معايا بيقوليش السوق المصري فيه 100 مليون السوق بتاكفي 300 مليون بيبص على تفاقات القميسة وده بتوصل وتوصل لغرب أفريقيا هو السلاحات الصغيرة والمتوسطة نقدر من خلالها نبني اقتصاد خوي ده قاطرة الاقتصاد اصلا اقتصادات الميجا سوري المشروعات الميجا أو الكبيرة مش هي اللي بتقود مش هي اللي بتوظف العمالة بحاجة من بير مش هي اللي بتقود الاقتصاد يعني نهارده عسابيه المثال نهارده جينا قلنا القطاع القهرباء لا ده فيه شركة عملاقة مصرية مملوكة العائلة مشهورة مصرية اللي داخل في معظم محطات القهرباء وتمتلك حاجات لا طبعا ازاي هو وكيل مين يا بشمان لا بالعكس بس الكلام اللي بتقوله فيه كتير جدا مش عالواقع الحقيقة يعني الشركة الكبيرة العملاقة اللي انت بتقولها دي وراها مين وده اللي انا بتكلم عنه وراها وكيل ولا وراها أصدق ايه لا وراها شوكيل ملهاش وراها اللي اتنين الكبار اللي هم الشركات المصرية الكبار مين اللي وراهم سيمينس و جنرال إليكتريك لا دول الاجناب اللي جيه هم اللي وراهم لا هم داخل معهم ما هو وراه بمعنى ايه ما هو وراه بس عشان خاطر الناس اللي بواضح حتى احنا بنقول الكلام وبعدين هنا في مصر هاتلي الصناعات الصغيرة المتوسطة رغم كل الدعم ده هاتلي منتج بيتم تصديره برا طب انا هاتلي او بيزل سوق المصر هاتلي انا هقال لك حاجة جنرال إليكتريك جنرال إليكتريك بس بعد اذنك هي الوع لانا بعمل الف مشروع صناعات صغيرة المتوسطة أنا معاها ودرسناه بالطريقة الأجنبية اللي برا لاني كانت بتعمل بطريقة انت بتدي له شاب مش عارف حاجة وتقول له انتك بياخد المنتج مش عارف يبيعه فبتفشل كل المشروعات دي أنا بتكلم في نقطة بس خليها عشان المشروعات دي برضو اللي هسأل لها النقطة تانية هنا هنتكلم فيها بوضوح يعني الشركات الكبرى دي ما هو حاضرتك نفسك انت حضرتك يا سيد أحمد لما تيجي تاخد مشروع كبير مثلا ايوه هاتيك تتعامل معامل ما انت برضو بتحتك أدوات تكيبها من الشركات دي هكيد مليون في المية طيب هو بس أنا بس أنا بس أنا بس عشان خطر أقول لها حاضرتك ان فيه اقتصاد غربي موجه لما تيجي الشركة خلينا بقى بالعربي كده زي سيمينس بتشتغل بتوراد لك قطر وبتضرب محطات كهرباء مش عارف ايه انت مالك انت من الحاجات دي ده هي بتروح تجيب تاخد المعيسة منك وتروح تشتريها من بره من الدول الاسيوية الحاجة اللي مدهلك بمئة جنيه بتاخد هي بعشرين جنيه واكتر من كده هي بتاخد تمويل من البنوك الاسيوية دي للمنتج بتاعها يجيب لك التمويل دوت اللي هو واخده على عشر سنين يبهلك على ثمان سنين واخد التمويل بثلاثة في المية بيهلك بستة في المية انا بتكلم عن الشركات الاجنبية الغربية اللي هي بوقف حال الاقتصاد المصري وانا بقول ان انا المستثمرين مش عايزينهم عايز مستثمر يكون عنده ضمير واجيب المستثمر التاني ادخل في المناقص يبع عندي اسيوي وعندي امريكا وعندي اوروبي واختار اللي في صالح البلد جودة وسعر وتسلاتنا يعني عايز تبا حيبني الحكومة برضو في كل اللي هات تعملوا ده مش ملاحظة النقطة دي خلص؟ لا هي ملاحظة بس معلش احنا كالترخير الحكومة انت عارف ان احنا بنتعرض لضغوط اقتصادية وسياسية عشان خاطر الناس دي تفترس السوق المصري والمواطن المصري عشان النتيجة اللي احنا شايفينها دي مظبوط انا حدي مثلا لما انت تشتري حزاء انا ابني قال لي انا عايز حزاء للكورة تمام مركة معينة تمام روحت الشيء بقول لي باربعة تلف وخمسمائة جنيه انت عارف افخ ماشي ايه بلاشه بلاشه انا هنا بقى الراجل الوكيل دوت اللي هو يعني بيفترس المواطن المصري انت عارف اعظم واجمد واحسن شوز بيتعمل هناك برا باثناشر دولار تمام تضرب اتناشر دولار في خمسين يعمل كم مسلا مفيش في خمسين خلينا اقول الف وخمس الف ونص يبقى قولي باربعة تلف ونص ليه البدلة اللي هي مش عارف بيقول لك المركة ايه بيحالي مثلا بثلاثين اربعين الف جنيه اعظم بدلة بتتباع بمية وعشرين دولار اللي هي الاس مية ومن اس مية وعشرين الجرفات اللي بيحالي بتلتمية دولار بتلاتة وباربعة دولار بس بيحال عشان نحط الاسم ده هو بيلبسته الاسعار دي بيلبسته الاسعار دي العصير البرتقاني اللي بيتصنع في احدى البرندات الهاوي اللي هي جاية دي بيتعمل في مصانع مصرية تمام بياخده بستة جنيه بيكتب عليه خمسة وتسعين جنيه طيب حقفك عند النقطة دي ورجعك دكتور محمد انت جبت لناك كلام لا لا عشان بيطول محمد يعني كلامه محترم وكل حاجة بس هو معلش أنا عشان عايش عايش وعارف ايه اللي بيحصل الكلام اللي في الكتب ده مش هو اللي في الشهر هو مش في الكتب برضو على الفكرة طب حرجعها بس لدكتور محمد برضو من خلال خبراتك ومن خلال الاحتكاكك من خلال التعاملات الاقتصادية والاسمالية انت بتشوفها هل برضو كل ده اللي بيحصل فعلا مع المستثمر المصري هل هو ممنوع وفيه الاجنبي بياخد موزات اكتر منه بشكل كبير بس انا بسألك دايما كده في بعض القناة الاقتصادية في تعليق على بورصة مصرية يقولي التضخم السيطرة عليه ازاي واسعار الفايدة وكل الكلام ده تبروض عليهم رد واحد الاسعار الفايدة ورفعها مش هيواجه التضخم يقولي لي ايه يقوله انت عندك انفلات اسواق يقولي يعني انفلات اسواق يعني نهارده بنتكلم على الحزاء الاسواس كان بيتكلم عليه من شوية الجنسيته مصري الوكيل انا فاهم جايله جايله سيك تكلفته بخمسين ساعتها مثلا بألفين جنيه وساعتها الاسعار في الفترة الاخيرة متطاردة بتزيد شهريا على كل السلع السلع موجودة في المخازن المصري صحيح بديد ليه طب كمل النقطة دي لا بس عشان ما انهاجمش المصريين الغلاب التبار الغلاب ما هو معنى كده انه هو موجودة في المخازن استحالة يكون في المخازن وموجودة من ماسل من ايام الدولار ما كان بثمانية جنيه واجع قيمه دلوقتي بخمسين جنيه لا ما هم مش معوجودة من ايام ما كان بثمانية لا مش للرقب ده مستحيل بس انا بس يا دكتور اولا ما بقى فيه حوار ما بحبش اقاطع طيب بتفضل انا مش حاضر اي انا مصاح بس لا لا يعني بتصح يعني كل واحد دي وجهة نظر وانت حد صح طيب كميره بس احنا في النقاية نطلع فاصل الجزء الرئيسي في كل الازمات اللي وجهت السوق المصري تعالي خاصيصا في السلعة السلقية فضل كانت ان هي في مضاربة على تشحيح السوق ودي حاجات اثبتتها الجات الرقبية بمعنى ايه يعني النهاردة باختصار جدا انا النهاردة عندي حاجات عندي موجودة عندي هي نفس السلعة وما تبعتش وموجودة عندي ستوق ما تديني مثال مش باسم الحاجة غير قصدك مثلا الحبوب دي يعني ديني سكر يعني نهاردة على سبيل المثال أستاذني هتتكلم بيقول ان هو اكبر الموردين الحبوب في مصر يا جانب خالص مش هزا يعني مش هزا أسمائهم مش هجانب في ثلاثة أو أربعة موردين مصرين كبار أسماء محترمة رجال أعمال وطنية معظمهم يعني شخصات معروفة تماما أنا فاهمهم كلهم صحابة عن فكرة بس هو بيشتريه زي بقى من برسة شكاجو ايوه هي دي النهاردة برسة شكاجو دي زي برسة مصر مثلا برسة مصرية مين اللي بيسعر فيها قوة العرض والطلب صح هو بيعمل ايه هو النهاردة ممكن نشتري من مورد سيف أوكرانيا بس بيشتري اللي بيسعروا الاتنين على برسة شكاجو على سبيل المصرية هي موضوع دي قليع على مين التسعيد مش موضوعنا بس مش معناها انهم نصوص من أجنبي هيستفيد لما يخلي الطن عندي بسعر كذا أو كذا ده بين المستورد وبين المورد أنا بس بنكلم مورد وصحيح المعلوم صح والموزعين المصريين بيشيروا الحاجات بيشحوا السوق رد قالت كفاية نها موجودة احنا قلومنا عن ده ليه منفعش تقول كفاية نها موجودة لازم يبقى فيه رقابة ليه بيحصل عملية التخزين طب اللي عمل ده الأجنبي ما انا اشتريتها من الأجنبي من شهرين حصل النهاردة فيه رومر او اشعار طلعة ان الدولار هيبقى بخمسين جنيه تمام النهاردة الاشعار دي وهيحصل بكرة بس نتكلم على الوضع ايه النهاردة انه ياسك بتعمل ايه بتاخد الإشاعة الموجودة ان الدولار بيعلم وتعلي بيأكل الأسعار خلينا نعرف عن الإشاعة ده لانه لازم اطلع فاصل ونكمل بعض الفاصل مباشرة فضل رجعنا لحضراتكم مرة تانية هكمل كلامي مع الدكتور محمد كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الشائعة الحاوضة الدولار بقى بخمسين جنيه الحاوضة الدولار بقى بستين جنيه ده هيوصل مية جنيه زي ما الناس بتقول فقط ده يأصل على السلعة ده كارسة النهاردة اول حاجة بتحيط بقى ايه اقتصاد النهاردة اقتصاد اللبناني السوء زحمة كان جابه في كلامه اقتصاد اللبناني هو انهياره الكامل هو فقد مصداقية العملة تماما يعني النهاردة حاجة لما تروح لبناني على سبيل المثال انت بتشتري بتعمل بسماوه بنصرف من السوء الماركت من السيدالية من قاحت فكرة فقد الثقة في العملة المحلية ده اساس الانهيار الاقتصاد بمعنى انهاردة على سبيل المثال ودي ممكن انا يعني انا دي يعني حازت في صدري قوي لما لقيت ان الشعب المصري كله قام وعمل موقف قوي جدا فيه بشأن المقاطعة في القضايا في الاسطنية في حين ان معظم هذا الشعب برضو او ملاش معظمه 30-40 فنمين وبيضارب على الدولار نفسه كلهم اشتروا الدولار ومحتفظين بيه ونفسهم الدولار يعلى الدولار كل ما بيتحرك كل ما بيحصل كارثة اكبر النهاردة على سبيل المثال بتلاقي الناس الرومر والاشعاعات بشكل عنيف جدا تستهدف الدولار هيبقى بخمسين هيبقى بمية هيبقى بمية خلي بالك هو انت حتى لو معاك دولار معاك 16-15-20-100 في البيت عندك هو كله هزيد يعني نهاردة بيجي حد يقولك في الاستثمار احط فلوس في ايه اقوله الدولار والدهب مش استثمار هو اسمه مغزن قيمة يعني النهاردة لو بتحط فلوسك في الدولار او دهب انت مجرد بتحافظ على قيمتها ولكنك ما بتعملش عائد عليها فالنهاردة لما بيحصل النهاردة خش واحد اقول الدولار هيبقى بخمسين هو بقى بستين والنهاردة اشعاعات طبين بظهر اشعاع ده مين المحتكر المستسم المضارب المضارب طبعا المضارب والسوق السوداء بشكل كبير جدا ده رقم واحد طب النهاردة الازمة النهاردة المضارب بيعمل ده بقيت الناس اللي كلها اللي مستفادة من هزيد اشعاع النهاردة لو معاك 10 تلاف دولار في البيت كان كنت تجيبهم بـ 18 والنهاردة هيقولك ده يبقوا بخمسين طب هكسب كتبت كام زيادة بس في المقابل زيادة كل اسعار السلاء طب النهاردة الناس تقول لي هو احنا نفس الناس بنفس كل المتغيرات بروح نهاردة السوبر ماركت بش بكلم عن سوبر ماركت صغير بكلم عن هايبر اللي هو عنده تقفضات ماشي بتروح مش قصدي الاسم قصدي يعني لا انا فاني هايبر برد بكلم حاجة اسبوع بالقيمة الاسبوع الوضع بالقيمة تانية يقولك ايه اللي حصل جد فالجد ايه إشاعات كل الناس بتصعر على السوق السوداء مع الاسف فبتلاقي السلاء ونفس السلاء عنده بتخزن عنده في غزمة موجودة عنده فالعهاردة انت بتعاني من إشاعة بتضملك عملية الكونسومي أو الاستهلاج واسوب بتاعك بجانب نية بتضعف من قوة اقتصادك بشكل كبير طيب سيد احمد ارجع لك احنا خلاص ماشي احنا عضحنا اغلب النقاط خليلي اسألك سؤال يعني بحيث ان احنا في الحلقة نقول للناس حاجة برضو كويسة للمستثمرين للمستوردين ايه المشاكل دلوقتي اللي بتوجهنا ولازم نحلها بالشكل اللي شكله يكون عامل ازاي عشان اقدر انا في النهاية اوصل ان المستثمر المصري يبقى برضو مرتاح انا بس علي على موضوع الدولار لانه هو ده موضوع مهم جدا هو سبب كل الازمات اللي احنا بنعاني فيها وانا كنت وقلت في الاول ان احنا اساسا وغير رسمية لان احنا لو حسبنا العوائد بتاعة الدولار لمصر اكتر بكتير من احتياجاتنا بتوصل لتلاتين مليار دولار فيه زيادة الناتج القومي في نسبة التشغيل البضاعة المستوردة فيه بتتكلم في حوالي امتين مليار دولار هو السؤال الدولار ده بيروح فين وده سؤال برضو ممكن انا طرحت قبل كده مش مبادر ان انا قلت ان احنا عايزين نلغي موضوع التعامل بالدولار مع كل الدول الشريكة لنا في الموازين التجارية имость يعني احنا لو قلنا حجم تبادل التجاري يعدي 110 مليار دولار صادرات واردات 110 120 مليار دولار احنا محتاجين الدولار في تعاملاتنا مع الدول اللي هي بتتعامل بالدولار امريكا مثلا بتتكلم بستة سبعة مليار دولار كل العملات الاخرى التانية دي وهي مع كيانات اقتصادية كبيرة زي الصين بتتكلم بسبعتاش 18 مليار نتكلم في تركيا 10 مليار دولار المجموعة الخليج 20 مليار دولار الأوروبا 20 مليار دولار هتلقى الدولار تتعامل بايه؟ مش عايزه أنا أتعامل بالعملات المحلية بتاعت الدول أنا النهاردة مثلا في السعودية مش فيه ريال المصيرين بيقبضوا ريال يروح حولوا دولار ويجابوا هنا مصر ولما بيجي هنا مصر إحنا بنقته نحوله عشان نجيبه بالجنيه المصر تما تديني ريال وريال ده أنا أستفيده مثلا للمصيرين اللي بيطلعوا يعملوا يعني اتعامل مع كل دولة بالعملات تاعتها نقصك بقى من عباة الدولار لأن أنا أقول لحضرتك وبقر لك هنا وبالحسابات الدولار فيه زيادة غير طبيعية في سعره بسبب المضاربات والإتجار في الدولار الدولار على حساباتنا احنا بالنسبة لمقارناتنا مع دول بنتعامل مع تعملاتهم ما يزيدش عن 10 جنيه طيب برضو هل الدولار زي ما الدكتور محمد كان بيقول إن برضو تخزينه برضو ده بيأثر الناس الناس بتكسب ده ما كسبه أكتر مخدرات نهار ده تسعة من تلاتين اتنين وتلاتين آخر النهار اربعة وتلاتين تالت يوم مش عارب بحاجة واربعين فالناس كلها بتجد في الدولو بتجمد وبيبقوا ودهابهم وبيبقوا وقريدوا طب هو كانت الحقيقة 10 جنيه فعلا أقال من 10 جنيه يعني بما يرضي الله كده ده أقال من 10 جنيه هل من ساعة مبادئ التعويم حصرت متغيرات في مصر بل بالعكس مصر الدولة الوحيدة اللي وقفة على رجليها سياسيا واقتصاديا وماليا ومواطنين ايه المتغيرات اللي تخلينا ينفلت كده يعني لو قلنا تجربة لبنان تجربة أي دولة تجربة عندها مشاكل عندها حروب عندها وجع قلب إنما احنا هنا ايه اللي خلينا نوصل للدرجة دي هل بكون الحسابات بعيدة عن أي كلام ومواطرات واللي بيطلع بعض الموزعين يسود الدنيا وفشينا ومصر وهتنهار والدنيا والحق الدولار لا 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 عمرنا لا لا أنا بقول له حددك أقوى دولة في المنطقة اقتصادية وإن شاء الله القادم هيبقى أكبر اكتبينه لأن العملية مصر ده عملية إعجاز يعني سيقول لك مصر مديونة 135 مليار دولار قريقية طب الاستثمارات اللي اتحطت في مصر في الفترة اللي فقدت هتساوي كام؟ هتساوي 300 مليار دولار اللي مش عارف يقول لك العاصمة ومش العاصمة دي أنا لما بروج الاستثماراتي بقول دي احنا عندنا دلوقتي كان نص السمار كويس قوي عندنا طرق عندنا خدمات عندنا بنية تحتية تعالو تعالو عندنا استقرار أمني الحمد لله اللي مش موجود في حيطة مصر بكل الحسابات هي أنجح دولة في المنطقة يجي نقول ليه بقى الدولار زي ما تقول حددك أنا معي 100 دولار نطلع على النيت نقول لك الدولار النهاردة بقى بربعين جنيه طب انت قيمت على اي اساس اول تعويم لما حصل كان الدولار بـ 8 جنيه من ايام اسمه ايه ده محافظة البنك المركزي لا بليه اسمه طريق قبيل احنا كانت جنيه قدام الايوان الصيني احنا يعني الايوان بواحد واثنين من عشرة جنيه يعني احنا كانت عملتنا احسن من ساعة ما حصل التعويم واحنا وصلنا لـ 31 جنيه الايوان الصيني زي ما هو سبعة 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 طب ايه اللي اكبرك عالتعويم هو برضو الناس هيسألوني نفس الشيء ما احنا هنقول بقى انت دلوقتي ده تكلفة اللي انا قلته دوت خمس ست اضعاف وبعدين اللي بيجي لك المستثمر الاجنابي ده جاي طمعان فيك فيش حاجة اسمعنا بنحب كمصر وعشان خطر كمصر لا المستثمر بيحب شوية عايز يقدر اكبر مكسب زي ما حصل النيار في الفترة اللي فات لما تسعب عشرين مليار دولار من اللي بيقولك الاموال السقينة هو ده جاي لو خايف على البلد وخايف على استثمراته يجي يخطف ويجري وبعدين كانوا يعملوا ايه يشتري السهم من عندك مثلا لو هو واقع بكذا ويريحوا بيقبرة في بورس الدبي بيشتري بالدولار كأنه بيحول عملة اللي عايز يحول عملة من هنا من مصر بيشتري بيها اسم ويطلع بيحطها في دبي ممكن الدكتور اكتر واحد عشان هو ما جاله عارف القصة دي هو بيتاجر في الاسم احنا بنشتري اسم بس عشان نطلع بالعكس طلع دولار هشتري اسم من هنا ويوم كون مسجلة مش عايزين نترح بقى دكتور للناس اللي مش عايزين نطلع اسرار الخروج دولار لا 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 حدش عارف هي من الشركة ما الشركات عارفة نفسيها يعني فانت انت مستهدف عشان خاطر اسقاط الاقتصاد المصري والاسقاط الاقتصاد ده هو جوزء من الفوضى الخلاقة الإرهابية اللي في مصر ربنا نجانا فيها وحنا دلوقتي في الفوضى الخلاقة الاقتصادية هم الدول بتوع يعني مسلا انت أقوى دولة في التسليح ما معاكش فلوس مش هتبقى أقوى دولا طبعا ما عايز اقوى دولة في التصنيع ما معاكش فلوس وهم بيحاولوا سقاطوا الدولة اقتصاديا دلوقتي وبيلعبوا في سعر الدولار انا من وجهة نظر الدولار ده منوش اي قيمة ده عملة مفروضة عليك بقوة السلاح والارهاب عشان خطر تتعامل بيها لو بعيدنا بقى عن الدولار والدكتور يشوفي ايضني بعد ما عشان انا ما يقولش ان انا بقى عاكس لو بعيدنا عن الدولار الدولار ده هيوصل كامل انا احنا التسعين مليار دولار هنتعمل بيوم والعملات هيبقى بقى عشرة اتنى ميسا زي ما بتقول اللي هو الرقم العدل هتلاس اصار نزلة النص اه طب اكتر من نص ده اكتر من نص اه انا بقول لها اصارة نزلة انت عارف لو بدأنا وبدأنا معروسة على فكرة معا والبريكس هيبدأ يشتغل ممكن يمشي بالشكل اللي ده يا فندي مش محتاجين البريكس احنا اتفاقات سنقية اي قانون التجارة اللي انا كنت وموجود ساعيتي ساعدة في البرلمان من حق اي دولة تعمل اتفاق معك انا ممكن اقول لحضرتك انت ديني المبايل ده وانا هديك الموجه ده وحد يتدخل يفرض عليك طب خليل في سؤال يبقى المشاكل اللي بتواجه الصناعة دي متنحلها ازاي عشان برضو نصنعها الصناعة جوه مصر عشان انهب الصناعة في مصر يعني انا انا دي الصناعة احنا مش عايزين نتفلسل في موضوع الصناعة يعني موضوع الصناعات الصغيرة المتوسط وانا ليه باع كبير فيه احنا بنجيب الشباب بنحاول نساعده بالدولة بتساعدهم بتيوم ودرات 5% وبقول له انتج وبتجيب له خط الانتاج وبتدعمه كل ده كويس بسوه هينتج ايه وهيبيعه المين لما بيجي انتج منتج اولا من المواصفة بتاعته على امكانياته التكنولوجية والمكان بتاعه ما بيجيش المصنع الكبيرة في احنا زي ما هو قال للدكتور حاجة معينة نحنا نجمع نعمل مدينة الالكترونيات ده يعمل الضفيرة ده يعمل الفيشة ده يعمل البتاعة ونجمع ونعمل منتج قوي باسم كويس هنا نقدر نعمل براند مصري انت عارف احنا بنصدر بـ 2 و 3 مليار دولار ملابس منهم 1 و 7 من 10 الكوميس للكويس للكويس اتفاية الكويس يجيش تعرفها الاتفاية دي ايوه نسم معينة من الـ باخد نسم معينة من اليهود لا نسم معينة من اليهود عشان نسبة وتعديش 50 ده ده ان شاء الله واحد فنيا ان شاء الله واحد فنيا ان ما متقبلينش توادي اقتصادي انت متقبلينش معوخة اللي بيك انتفاية تفادة ولاية مش يعني مش انا اللي انا بداخلها بمزاجي ما هنا فاكرين اياميها لا يا فاندم هي اتفاية سناية بيننا وما بين امريكا عشان خطر ناخد بمنتج إنما كدولية تتكلم في التفاية التجارة العالمية طيب عشان بس وقتي قولي لو أنا عايز خلاص مش هساعد المشاريع الصغيرة أو المتوسط أنا عايز أنا بقول ما لا أنا بقولش أنا بتكلم في نقطة تاني لو أنا عايز أدي نصيحة أو أعمل حل مشاكل المصنعين الكبار أقول لي إيه الكبار أيوا فتا المصريين المصريين الأجانب لا مش عمل الأجانب دول وقت أقديهم نفس التسلات والإجراءات اللي بديها الأجانب زي اللي هي ما أقول لي بقى يعني مثلا بياخد كذا الأرض تخصيص الأرض نحن بنوعان من ترخيص الأرض الرخصة دلوقتي عمل حاجة الرخصة الزهبية دي حاجة عظيمة بس ياريته طب الخمس ست رخص اللي طلعوا طلعوا لشركات أجنبية ما فيش ولا شركة مصرية خادة تلغية دلوقتي التوميلات البنوك لأن ما فيش أي مستثمر في العالم هيعمل مشروع بمئة مليون جنيه ويلاقي المئة مليون جنيه عنده فلازم البنوك تسهلوا الموضوع دوت ويطيلوا بنفس التسيرات والتسيرات موضوع التوفير العملة سيبوا الناس توفر العملة بطرقيتها طالما أنا نهاردة لما كان قبل كده ممنوع أن أنا أحطوا دولار ويستخدموا يقولوا أنت جايبوا منين وما يرداش ياخدوا مني من كل بياناتي القانونية عندك خد مني الدولار اللي أنا بجيبه من أي حط أخوي أبعت ليه وأخد وارث دولار والله أنا محوش لقيته وفتحت البيت ليه ما تاخدوش طالما جوا مصر من حق قربي ليه ما تاخدوش فانت عشان كده الدولار اللي هو الناس كلها بتتجر فيه حتى ستات البيوت بيتتجروا فيه دلوقتي اللي كشاك بتتجر فيه أنا لازم أبعد عن التعامل بالدولار في تعاملاتي الدولية في تعاملاتي الداخلية السوفت العالمي اللي هو بيجبرنا عليه الأمريكان اللي هنتعمل به يبقى تعاملاتنا فيها بساطة ونشجع وندي نفس التسليلات والتيسيرات للمستثمر المصر حاضر فضي اللي دقتين أخد برضو فيهم مع حضرتك رشدت برضو في النهاية زي ما كنا منتكلم هنا الحلول إيه عندك برضو الحلول إيه يا فن لمسألة الدولار برضو عشان نبقى واضحين ولمسألة الفرانشايز والبرندات وأنا ممكن أبدلها بمصري ولا ما أبدلهاش بمصري طب سريع عشان ما قلتش معه حضرتك الوقت أول حاجة بالنسبة للدولار الدولار إيه اللي خلق أزمة الدولار برقم واحد هل السوق المصري يفيش الدولار لا فيه دولار فيه إحصائي يب تقول إن معدين تسعين مليار في السوق المصري مش مع الدولة تمام لدرجة إن في إحدى اللقاءات المباشرة على الهوى تقال إن الحكومة نزلت دبرت من السوق تمام فمعنى كده إن الناس كلها معاها دولار وبالضارب بيه ودي كتأول أزمة يعني من أسباب إن هيها الأكتصاد اللبناني التانية هو إيه اللي حصل إيه اللي أزمة الأزمة واحد إن إحنا خلينا من إشاعات ومضاربة الموطنين في الدولار عملت اقتقاد ثقة في منظومة التسعيد للدولار قدام الجنيه فالنهارده لأول مرة تحولات المصير في الخارج في أدنى مستوى لها ليه؟ ليه أخويا وابني وصديقي ووالدي اللي موجودين بره مصر ما بيحولش هل هو وحش؟ لا مش وحش سواء النهارده أنا ليه أحول الدولار وأنا مش واسك في المنظومة أعمله ب30 ما أنا ممكن أعمله بأكتر من كده تعب حضرتك إن في السعودية وفي الإمارات في بعض الناس المتخصين يروح ياخد منك العملة الأجنبية أنت مصر شغال في الإمارات أو شغال في السعودية بياخد منك العملة الأجنبية هناك وحد ييجي الأهلك يدهوله من المصر هنا من العملة بتاع السوق السوداء ده ليه؟ هو بيمنع الاقتصاد المصر إنه ياخد دولار دولار مظهور طب نرجع للنقطة المهمة هو إيه اللي حصل؟ هو الدولار في دلوقتي بكام؟ هل هو بالأرقاب اللي نشايفينها؟ حاصل علينا ضغوط إن نحن نحرك الدولار تمام فكرة إن أنا أخد قرار بتعويم سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي بدون ما يكون عندي رصيد يواجه الالتزامات اللي عليها دي كارسة كان عليها اعتمادات مفتوحة في المواني رهيبة طلبات في البنوك رهيبة فعملت إيه؟ حركت من 18 إلى 22 إلى 24 وأنا ما عنديش دولار فاللي حصل إيه؟ قريدي أنا بغير سعر وفي نفس الوقت ما عنديش دولار فاللي هيروح للبنك حتى لو الدولار بقى 18 بقى 2 جنيه مش موجود طب بقى 25 مش موجود ساعة 18 كان الدولار فارق على سوق سوق 2 جنيه بس وقتها؟ وقتها كان فارق 2 جنيه بس وكان أقل كمان ساعة وده كان الترند اللي مش تتغل عليه صحيح حصل إيه؟ أنا عومت من 18 إلى 22 إلى 24 إلى 27 إلى 30 إلى 32 إلى 30 وأنا معايش دولار أنا مجرد تحرك رقمي أروح للبنك ما فيش دولار الكارسة طول ما أنا أحرك سعر الدولار كيف أقولك العبس لو حتى اتخذ قرارة على مستوى السلسان قدية بتحريك عشان نستجيب لكلام صندوقنا الدولي بتحريك الدولار من الـ 30 يوصل للمستوى دلوقتي الفرق بسبب المضارب هو وصل لـ 7 جنيه لو خليته 40 هتليفسه السودة بـ 47 خليته 50 هتليفسه بـ 57 قصدي إيه؟ طبعا مدام ما فيش رصيد إحنا عندنا نفس الأزمة الأزمة رئيستها إيه؟ زي ما قلنا هو أهم مورد كان في الفترة السحب أضية تحوية المصيف الخارج ده رقم واحد ده رقم اثنين سريع عشان وقت حضرتك فضل النهاردة باختصار جدا أنا بالنسبة للدولار قزمتي في الحركة بتاعت الدولار دلوقتي إزاي يتعامل مع الدول قدامي النهاردة بجوء قلنا اتفاقة بريكس أو الصين أو الإمارات مصر لسه موقع اتفاقة مع الإمارات مبادلة يعني إيه؟ النهاردة اللي بيحكم أن أنا قادر أتعامل مع الغير هو أنا محتاج دولار ردية ما النهاردة بك يخلص القناة السويس اللي بيجيلي منها ستة سبعة تبانية مليار دولار في السنة خليهم بالعملة المصرية شاسبت حاجة أنا محتاج التبانية مليار عشان أشتري بيهم حاجات تمام أنا بشتري آآ أمح بشتري حاجات سلعة أسية تبادلية بناخد داو في داو لكن لو رحت الامارات الميزان برضو صالح الامارات بس في النهاية هقدر تبادل معها بعملتها طيب لنا حوارت المفسط لا حقيقة بس عبارة استعمالا نعمل مقاطع للدولار والمقاطع للدول الغربية الموكلة تتحل بشكركم زحمة شيحة شكرا شكرا لك دكتور محمد ردان وفتر وشرف خلص تحياتي خلص تحياتي أنا عندي موضوع كتيرة لسه هتكلم فيها لكن أكيد لنا حلقات تانية واتمنى أتمنى أن احنا نكون وصلنا الصورة لحضراتكم والحكم اللي يكون في النهاية كده حلقتنا انتهت من المصر هندي أشوفكم على خير إلى اللقاء من استعياتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة